ولذلك تلاحظ كن رجلاً الرجل من يفعل كذا هي عناصر القوة النجدة الفزعة القيام بالحماية هذه العناصر تحتاج لقوة بدنية قوة ذكرية فإذا ترقى أخذ بعض هذه الأخلاقية والتزم بها سنسميه رجلاً إذا اعتبرنا أن الأخلاق سلم سيكون هذا الرجل قد تحقق سلم لدرجات محدودة منها فإذا تقدمنا خطوة وقلنا أنه أصبح ذو مرؤة هنا نتحدث عن المرء والمرأة ولاحظنا أن المرأة هي رتبة فوق الرجولة فالرجل إذا صعد من مرحة الرجولة أصبح مرأة؟ إذا أصبح مرأة مرأة أنت تحاول أن تحفر لي فخا لأعرف ما هو الحاسة عندي فقل في مشكلة أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح الهوية أو الهوية اليوم باتت موضوعاً هاماً شائكاً حاضراً في كل يوم الهوية الفردانية والثقافية والوطنية والدينية أو العرقية والهوية الإنسانية معقدة ومشربكة والحديث فيها يبدأ ولا ينتهي وتقدر تتناولها من عديد جهات مهمة هذه الحلقة حبيت أن تكون من الجانب الأخلاقي الجانب الفلسفي ما هي الهوية؟ ما هو الإنسان؟ ما هي مراتب الأخلاق عند الشخص؟ يقول ضيفي أن ترتيب الأخلاق عند الإنسان أول مراحلة الرجولة فالمروءة فالفتوة وهنا تجي أسئلة كثير ما هي الرجولة أصلا؟ هل هي مرحلة عمرية أم درجة أخلاقية؟ وإذا كانت أخلاقية فهل تكون المرأة رجلة؟ يقول ضيفي أن المرأة من المروءة والتي تبدأ من درجة كمال الرجولة الحلقة فلسفية من العيار الرفيع مع ضيفي العزيز أبو عبد الرحمن سليمان الناصر الباحث في فلسفة الأخلاق قبل أن نبدأ دائما الحلقة في فنجان تكون مليانة معلومات أكثر مما في الحلقة ذاتها تلقى مصادر ومعلومات إضافية سواء ذكرها الضيف أو وجدناها في البحث ما قبل الحلقة وهي مهمة ومثرية والتفاصيل كثيرة ما تلقى لها مكان في الحلقة وتروح هباء منثورة فحبيت أجمعها في مكان للمهتمين ففي وصف الحلقة رابط الاشتراك في نشرة فنجان البريدية تصل بريدك لحظة نشر الحلقة الصوتية صباح كل أحد فاشترك من خلال الرابط أما الآن لنبدأ فهي تدري أن الحلقة جت من وين أصلا؟ دعو الله معنا الشيخ يعني كذا عنده فضول يعني هي اللي مسألة الرجولة وحسنا دائما يجي السؤال عند الناس سواء حتى رجال أو النساء ليش تقول في الأشياء الجيدة تقول عنها رجال يعني ليش تقول خلك رجال لما تقول حتى لو على سياق المرأة تجي تقول امرأة عن ألف رجال أو ممكن تقول رجالة هذا هو الأبوك يعقى أنا زيبعد عنه لابس انت تشوف أن دائما الرجل فهل الرجل معنا هل هي شيء جديد مستحدث ولا هو من قديم ودائما يظرف بهذا تترك هذا ما دخل يعني أنا اقترحت بديل إضافي اللي هو لتسمية الأشياء لا اللي هو ما هي الهوية البشرية الهوية البشرية بس يكون موضوع شمع لأنه يشمع لأنه أنا اقتراحي أن نحن نتناول البداية يعني دخول مباشرة على الهوية ممكن على الرجولة لا يكون مؤسس دخلنا البداية أنه التعريفة الهوية البشرية تناول فكرة الهوية ما هي ليش قلق العالم إذا على موضوع الهوية كل أنواع الهوية طيب أجل وش الهوية إذا إحنا بدينا نصور الله فخ علينا أنا جالس أحاول أن نبدأ الهوية هي لدينا مصطلحة المصطلح الهوية الضم هوية لأنه يشيع الهوية هذا طبعا خطأ وكذلك أيضا بعض المصطلح الذي يطلقه بعض المفكريين العرب الآن الذي هو الهووي هذا يشيع لما يقول الهووي فكلا النسبتين خطأ فتح الخطأ وأيضا نسبة خطأ نسبة الواو والياه هذه وهناك المهية الهوية في البدايات القديمة هي ما يكون الشيء يعني ألف هو ألف اللي هو الوجود بالضبط الهوية هي الوجود فأنت موجود يعني هويتك هو هذه المنسبة إلى هذا أنه هو أنت موجود في حين المهية هي صفات هذا الشيء الموجود يعني ما هو المهية هي جواب ما هو فالمهية هي ما يكون الشيء هو نفسه فيه يعني يحقق ذاته هو ولكن الاستعداء الاستعمال الموجود الآن عند العرب هو العكس أصبحنا نطلق الهوية على المهية يعني حينما نقول الهوية الثقافية لا نقصد الوجود الثقافي إنما نقصد هذه الصفات الثقافية وعندما نقول الهوية الاجتماعية والهوية السياسية والهوية كائنة ما كان الهوية وحتى نقول مثلا المؤسسة لها هوية معينة ثمانية لها هوية معينة لا نقصد أنها وجود ثمانية هي موجودة ولكن نقصد صفاتها ولكن هذا الانزياح أصبح مع مولبة هو متواضع عليه ولا يوجد فيه إشكال فأصبح الناس كلهم يتحدثون عن الصفات بينها الهوية لما نتحدث مثلا عن الهوية البشرية لا نقصد الوجود البشري وإنما نقصد صفات هذا البشر وطبعا الخزان الذي تتواجد فيه تعريفاتنا والإشارة إلى قيمنا ومعارفنا وفهمنا هو اللغة التي تواصل الناس بها فاللساء العربي له ثلاث مصطلحات أو ينقل ثجليات لهذا الكائن الذي نتحدث عنه الذي أشكل على أخي الإنسان كما يقول التوحيدي له ثلاث مسميات هي مسمى الإنسان ومسمى البشري أو البشر ومسمى الآدمي في البداية لابد أن نحدد مسارنا هناك مساران في تناول هذه المسائل المسار المعهود عند البشر الذي فيه تقاليد راسخة وتعست عليها القيم الأخلاقية والتعامل البشري بعضهم مع بعض هو المسار الأخلاقي يعني النظر إلى هذه العلاقات من منظور قيمي وأخلاقي لماذا؟ لأن الأخلاق أساسها هي هذه الأفعال البشرية بعضهم مع بعض الأخلاق هي الفعل وبالأساس الفعل الإنسان مع الإنسان فبالتالي المجال الذي يتناول هذه الصور أو هذه المصطلحات الذي ينبغي أن يكون وما يتفرع عليه طبعا من التعاملات وينبغي أن يكون مسار الأخلاقي هناك مسار جديد مستحدث يعني يحتاج إلى طرح مستقل نقاش مستقل وهو الذي بدأ مع الثارة الفرنسية تقريبا وهو المسار الحقوقي الذي بدأ بسؤال الحقوق ثم تطور إلى هذا ما يسمى بالانفجار الهوياتي الموجود في العالم لتناول مساعد الجندر وهذه الإشكلات التي تبدو ولا تنتهي ونبدو أنه في بداية الطريق لأن الفكرة المركزية فيه هي التقوّل مفهوم المساواة وتعرف الشعار الذي يطلق في الثورة الفرنسية هو المساواة والإخاء والإنسانية وهناك ملاحظة أطلقها مؤرخ مشهور ما هذا المؤرخ اليهودي هراري نوح أطلق ملاحظة طريفة هو حقيقة هذا الرجل يعني شيطان في ملاحظاته هذه الملاحظة أطلقها في كتاب اسمه الإنسان إله يقول إن البشرية نادرا ما تبتكر قيم نادرا جدا وهذا حقيقي يعني فيقول وهذا يتضمن تسليم يعني مفيد ونافع وهي أن البشرية كأنها جاءت إلي هذه القيم في لحظة مبكرة واستمرت معها فيقول إن اللحظة التي ولدت فيها في العصر الحديث قيم جديدة هي اللحظة الفرنسية ثورة الفرنسية ولدت فيها هذه القيم قيم المساواة وقيم الإخاء والثالثة ستية الإنسانية ربما المساواة والحرية الحرية والإخاء والمساواة أن هذه القيم الثالثة طبعا ممكن تقول أن الحرية أصلا موجودة لكن نتحدث نحن بالفعل العمانة الجديد الذي هو الحرية الفردانية المطلقة وبالنسبة للمساواة أيضا مساواة المطلقة وبالنسبة لخاء يعني له أيضا دلالته الخاصة الحديثة بعدين طبعا يتحدثوا لاحقا بأنه الآن مثلا مع الذكاء الاصطناعي جاءتنا قيمة جديدة وهي قيمة حرية البيانات ويفرق طبعا بين حرية البيانات وحرية الإنسان لأن حرية الإنسان من سوبة الإنسان في حين حرية البيانات من سوبة البيانات نفسها قصة ثانية طويلة نرجع إلى فكرة التي أشارها أن البشرية أطلقت مع الثورة الفرنسية أو لي نقول أوروبا أطلقت مع الثورة الفرنسية مفهوم المساواة المطلقة الآن نحن كل هذه التداعيات باتجاه هذا التضخم لمفهوم المساواة وانتعرف هذه الحركة اللي يسمونا حركة الوقزم اللي هي اليقظة وفي النهاية فكرتها مركزيا لا توجد فروق أن هناك نوع من اليقظة يعني أن نستيقظ عن هذه الخديعة التي تفشت عند البشرية وهي وجود فروق طبعا فروق بين الرجل والمرأة فروق بين الأسود والأبيض فروق بين الاجتماع والجنوب فروق متعددة والآن وصلنا إلى مرحلات الفرق بين حيوان الإنسان أنه حتى فكرة الفرق بين حيوان الإنسان وهذه لن تنتهي يعني هذه فكرة يعني ربما يعني سيكون ليس هناك فرق بين الريبوت والإنسان يعني أمامنا الطريق فهذا طريق يعني فيه مشكلة حقيقة الجانب الحقوقية هذا الجانب الحقوقي نعم لا نريد النسلك أنا أعتقد الطريق الذي يحل المشكلات ولا يجترح مشكلات جديدة هو الطريق الأخلاقي لأنه هو الألصق بالهوية الإنسانية ما هو الإنسان باللسان العربي في عدة تعريفات لكن التعريف المشهور يقولون من النسيان لكن التعريف الآخر هو من الأنس من الأنس يعني أن الإنسان هو الذي بطبيعته بوجوده يأنس بإنسان آخر ويأنس به إنسان آخر ولما نقول التعريف ما فعل التعريف يعني أنه لا يحقق هذه الإنسانية حتى يحقق معناها يعني كلما حققت هذا الأنس كلما حصلت من الأنس مع البشر وكلما حصر البشر فيك أنسان كلما حققت معنى الإنسانية وكأن نقص مع الإنسانية مشكل بالنسبة لك فأنت إذا لم تشعر أن الآخرين يأنسون بك أو أنك أصبحت أنانيا فقط تأنس بهم ولا تهتم لأنسهم بك فهذا فيه مشكلة وتعرف طبعا الأنس معه والأنس مركب من خلقين خلق أو من عنصرين عنصر المحبة وعنصر القرب فالإنسان قد يحب إنسان ولكنه بعيد لا يأنس به بالأكس أشعر بالوحشة عندما نقول وحشتك شعرت كأنه إذا فقط شخص أصبح وحشا في حين أنه إذا التقى بهذا الذي يحبه أصبح إنسانا والثاني هي القرب أحيانا يكون شخص قريب منك ولكنك لا تشعر به بالأنس لعلك تشعر بالأنس مع القريبين معك من أجل أن تتحقق إنسانية فالأنس يتحقق بهذه المعنيين وطبعا لما تحدث عن مفهوم الأنس ومفهوم القرب كل مفهوم الأخلاق كل مفهوم الأخلاقي يتركب من عناصر أخلاقية أخرى يعني في التحديد سنذهب إلى عناصر أولية البشرية أيضا هناك تعريف أخلاقي له وهو أن البشرية ما أخذ من البشر ومن البشرة كيف تكون بشرة بمعنى أن الإنسان هو الكائن الذي له هذه البشرة التي لا يغطيها ريش ولا يغطيها شعار وإنما بشرة تشف وتكشف عن بشره الداخلي وإذا استبشر وشعر ببشر تبين إذا جاءك بشير وبشرك بشي تبين لك صحيح أن أيضا تشف عن الحزن والصدمة ولكن مختار هذا المسمى نوع من التفاول لأن الأصل في الإنسان هو كائن مشاعري كائن له أخلاق وله بعد باطني يعتمل في الداخلي يظهر حتى على وجهه إذا أتينا الآدمية التعريف المشهور عادة في الكتب أن الآدمية مخوذة من أديم الأرض أن الآدم خلق من الترق ولكن هذا المعنى لا يعطي بعدا مميزا يعني على الأقل إذا كنا قررنا أن نأخذ المسار الأخلاقي فلنبحث عن بعد أخلاقي بهذا المعنى أنشار له بعض الباحثين وإن كانوا من المتأخرين ولكنه معنى حقيقة جدير بالأتبار وهو أن الآدمية من يعني كما جاء في الحديث أن يؤدم بينهما يعني يؤلف من الإلفة من الاتلاف ومنه الإدام الإدام هو خليط من مجموعة من العناصر في الطعام بحيث تشكل وجبة لذيذة مفيدة نافعة فكذلك الآدمي هو يعني يشكل مع الآخرين هذه العلاقة الأنس وعلاقة التعاون وعلاقة المحبة فبهذا المعنى سنلاحظ أننا حاصرنا هذا الكائن بمجموعة من التعريفات الأخلاقية طبعا تعرف أنه التعريف الأشهر في التاريخ الفكري ليس هو التعريف الأخلاقي وإنما هو التعريف معلقة من ناحية نظرية التعريف العقلاني يعني الإنسان هو الكائن الذكي أو الكائن العقلاني ولما نقول تعريف الإنسان بأنه الكائن العقلاني هذا يعني أن الصفة يجب أن تحكم كل تصرفاته هي العقل والذكاء في حين أن العقل والذكاء هي التقنية أداة تقنية أداة ليس فيها تقويم في حين أن الأخلاق ما هي المقولة المركزية في الأخلاق الحاكمة هي منقولة الخير والشر كما أننا نقول أن في الاقتصاد هناك مقولة الربع والخسارة في الجماليات هناك مقولة القبع والجمال أو الحسن في المجالات الإنسانية هناك مقولتان حاكمتان في الأخلاق هناك مقولة الخير والشر ما هو الخير والشر الذي في الذكاء الذكاء قد يكون شرياً قد يكون خيراً وإذا نظرنا أيهما يعلو آل آخر سنجد أن الذكاء يندرج يعني يمكن أن يوصف إذا ما دام أنه يوصف بالخير والشر معنى أنه فر وأن الأعلى المقولة الحاكمة هي مقولة الخير والشر فإذن الحقيقة أن المقولة الأعلى رفع والأعلى هي مقولة الخير والشر وإذلك المقولة المشهورة أن العقل يدلك على الأنفع هذا الأنفع هو نافع قد ليس بضرورة أن يكون خيراً أو شر قد يكون ضارراً هذا النافع يعني النفع بمعنى الزيادة في حين أن البروعة تدلك عقيلة على الأرفع يعني هذا على الأنفع وهذا على الأرفع هذا يعطيك نافع وهذا يعطيك سمو يحقق هذا البعد المتسامي والأخلاقي وقيل الأجمل والأجمل أيضاً مقولة التسامي يعني مقولة الجانب بالمعنى القديم وليس فقط بالمعنى الحسي الحديث فهذه المعاني هي التي تحدد مسارنا نحن كبشر ويجب أن تحكم هذا المسار وطبعاً خلال المسارة البشرية حدثت تغيرات وانحرافات مثل ما قلتك هذا التعريف الذي حدث أصبح مشكل كبير يعني في تعريف امتد حتى في حضارة حديثة وعلى فكرة أنا أعتقد أن هذا الاهتمام بالتقنية والريبوتات والذكاء الصناعي وهو يعني امتداد لهذا المعنى تعرف أن المقولة الحاكمة في الحداثة التقنية مقولتان مقولة كل ما يمكن صنعه كل شيء يمكن كل شيء ممكن والمقولة الثانية أن كل ما أمكن صنعه وجبه صنعه فليس أنك تفكير هل هو ضار أو نافع إلى أين يفضيه هذا ليس مهم التقنية تقول إفعال أنتج وحقيقة هذا الذي بات يقوله تعرف المقولات التي تظهرت المراجعات حول موضوع الذكاء الصناعي هل استعجال البشر هل راجع أو هلكذا لأنها تنفلت الأمور من المدى الموضوع تقنية تنفلت وحرية البيانات التي يقول هذا الرجل هرى ينوع قصده أن البيانات استقلت لأنه يقول أن نحن في صدد ما قلت لك قبل أن نحن في أول الطريق يقول أن نحن في صدد فصل مفهومين مفهوم الوعي مفهوم الذكاء عادة في المنظور الإنساني نربط بينهما ولذلك الناس الذين يتفائلون في منظور الريوانات يقول لا لا بد أن يكونك ذكاء لا بد أن يكونك وعي ولا يمكن للآلة أن تكون وعيا ولا يتحكم في الذكاء المقرات المطروحة أنا لا أدري هل سيتحقق لاحقا أو لا يعني لا أعرف عن جذور هذا من ناحية التقنية وفكرية ولكن الحديث الدائر بينهم أن ما يتجه إليه البشر هو فصل الوعي عن الذكاء وطبعا إذا فصل الذكاء سيتحكم بالذكاء هو الأقوى سيتحكم في الوعي الإنسان من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة بسلوب أن أعرف ما لسه أعرف لي الوعي؟ الوعي هو بالضبط الوعي هو هذا الإدراك الداخلي في الإنسان بالمحيط يعني الحيوان ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان عنده وعي بذاته إدراك بذاته لا نقول استخدم كلمة الوعي ولكنه يقولون مثلا لما يرى المرآة لا يميز أن هذه صورته وإنما أعتقد أنه يعني كأنه يعني شفت الطفل لما يشعر أنه هو مركز والمحيط هو خارجه وأنه كان العالم آخر وليس أنه جزء من هذا العالم في حين هذا الكائن الإنسان لديه إحساس داخلي وعي داخلي أنه هو هذا الكائن وأن هناك آخر هناك غير ويشعر بغيره ويفهم يعي أنه وعي في حين الحيوان كما يقول يعني العلماء المعاصل أنه لا يملك هذه الخاصية مع دوعي ليس العام ليس لأيدي هذا بس ممكن يكون حيوان ذكي؟ يعني ممتاز هذا سؤال ممتاز حقيقة يعني يساعد في هذا المنظوع نحن لما عرفوا الإنسان بأنه كائن ذكي كأنهم قصدوا أن الحيوان ليس ذكيا حين أنت تلاحظ في الأفلام المفاقية يعني وليس فقط ذكاء عادي ذكاء ترتيب وتنظيم وتخطيط ما يسمى بالذكاء الاستراتيجي والتخطيطي ولو يعني لا ريب أن من تعمق في هذه المقولات سيصل إلى أن التعريف الحقيقي للإنسان هو هذه القيمة الخلقية وهذا بالمناسبة أصبحت تقوم على المراجعات الأخلاقية الحديثة في فلسفة الأخلاقية مثلا في فيلسوفة اسمها كورسغين كورسغارد فلسفتها في فلسفة الهوية البشرية وهذه المعالي تقريبا أصبحت فكرة الرئيسية حول فكرة الهوية البشرية والهوية العملية كيف أن الإنسان هويته العمل يعني يسأل تحقيق يعني الأعمال التي تحقق وجوده وبالتالي يجب أن تكون هذه الأعمال يعني أصبح هذا محل لمناقشات حديثة بل حتى أنه ربما من أيام جان جاك روسو بل المفاجأة أنك ستجد أن فيلسوفة اشتهر بأنه غير أخلاقيا وهذا تعريفه الإنسان وهو نيتشا فنيتشا يعرف الإنسان ليس بأنه كائن الذكي بل أكس نيتشا ربما من خصوم المنطق والذكاء وإنما يعرف الإنسان بأنه الكائن المقوم الذي يديه خاصة التقويم مقوم الأشياء إذا أتينا هنا سنقول أن نيتشا تقويماته مختلفة تقويمات الغريزية والقوة الحيوية مختلفة ولكن نحن لا نذهب إلى آخر الطريق ولكن نتفق معه في هذه الفكرة أن الإنسان كائن يقوم الحيوان لا يقوم لا يطرح التقويمات وذلك من الطرائف يقال في تاريخ الفلسفة أن هذا النقاش في تعريف الإنسان أن سكراط ربما أو فلاطون عرف الإنسان بأنه يحتار ما هو التاريخ المناسب فعرفه بأنه كائن له قدمين يمشي على قدمين فلاه تلميذ ربما أو منافسة أو خاصة ما اسمه ديوجين مشهور يعني يقوم على الاعتراض أعرف فكرة الاعتراض يعني أنا أعتراض أنه وجود إنسان يعني الإنسان يحقق شيئا من وجوده والأعتراف به من خلال الأعتراض وإذا كان الاعتراض قائم على أداب أخلاقي وقال لا بأس بشيء جيد بالأكسة المقصود أن هذا الرجل كيف كان اعتراضه لم يتكلم وإنما جاء معه دجاجة من توفة الريش حية وقاذف بها بين في الحلقة حلقته وقال هذا إنسان من نسبة لك فأرد أن يبطل بشيء يشاهده بعينه نعود ونقول إن التعريف التي سارت علي حضارتنا وتتشبع به لغتنا وقيمنا وعمارنا والحقيقة أنه التعريف البشري العام وإن كان لا يقربي نظريا لا يقربي نظريا لما تقول حضارتنا تقصد العربية أو الإسلامية نحن الأثنتين ما فيه اختلاف بينهم يعني قد تكون فيه فروق يعني تقتضيها ولكن على أصد قلب هذه الثقافة الإسلامية العربية هي التي هذه المعايي والقيم التي توجد في النص الثقافي والديني القرآني الإسلامي وأيضا من خلال تشبع اللغة العربية هي أن الإنسان كائن أخلاقي كائن فاعل يفعل ولما نقول فاعل مثلا من التعريفات المبكرة لهذا هو تعريف جانجاكروسو جانجاكروسو يقول إن الإنسان هو هذا الكائن الذي يختار يعني يترقى فالترق هو فعل والفعل هي الأخلاق ما هي الأخلاق الأخلاق هي الفعل الأخلاق هي الفعل ربما اللبس الذي يأتي عند الناس هو التمييز بين الفعل الإنساني وبين المعاني القارة في الباطن التي تسميها القيامة والمعاني أو الفضائل الاسم القديم عندنا هو الفضائل الآن اسم الحديث العدالي هو القيمة أو نقول المعاني وحيانا القدم يطلق معاهي الأخلاق يعني مثلا قيمة الصدق في داخلك هي قيمة لكن فعلك الصدق والكذب هذا فعل الآن الاصطلاح السائد الآن في الفلسفة الأخلاقية والبحث الأخلاقي والفكر الأخلاقي هو أن هذه المعاني نسميها قيم وأن الفعل نسميها تخلق أو أخلاق في حين في القديم كانوا يطلقون حتى على أن نسميها فضائل وحقيقة اسم فضائل يعني ألصق بمعانينا القديمة ولكن فيه عيب وهو أن الفضيلة كأنها فضلة زائدة في حين أن القيمة معنى حديث ولكنه معنى أنه يقوم يعني أن يطلق إشياء قيمتها أن تقوم تحكم على الشخص بأنك تقول كاذب أو صادق أنه وفي أو غدار أو أنه يعني عندهم رؤى أو لعيم أو تقول إنسان أو تقول شخص يعني كانك تنزع عنه إنساني أو تقول هذا آدمي نوع من التقويم له وأيضا التقويم بمعنى إقامة المعوج أنك عندما تصفه وهو حقيقة واحد أنك تصفه بمعنى أنك تقومه في الشاهد أن الخلاصة أن الهوية البشرية في الحقيقة هي هوية يعني هي هذه الهوية الهوية ذات المعنى الأخلاقية التقويمي في البداية كنت أقول إن روسو يقول إن الإنسان هو هذا الكائن الذي يرتقي قصده يقارنه بين ارتقاء الإنسان والحيوان يقول إن الحيوان لا يتغير والإنسان هو الذي يرتقي حتى أنه أذكر أنه مثل بالقطة فقال القطة مثل جدها العشر ألاف جد لا تختلف في الحين الإنسان لا يختلف لماذا؟ لأنه يختار ويكسر فالقطة إذا أتيت له ربما بأكلات مختلفة لا يقبلها في الحين الإنسان نعم يكسر وهذا الكسر قد يكون إلى أعلى وقد يكون إلى الأسفل يعني لها وجهه وهذا هو الاختبار له أنه إنسان حر يعني أنه لديه هذا الاختيار بسي ممكن برضو أنه موجود عند الحيوان في الانتقاء والتطور يعني ربما هذا يحتاج إلى عالم يعني مختص لا نستطيع نفتهم لكن قصد لي أنا الفكر السعيدة التي نراها بأجمعينه هو هذا أنه هناك أكل ثابت مثلا حتى في الحياة الحديثة تذهب إلى سوبر ماركت هناك أكل خاصة للقض أكل خاصة كأنه يعني أتاد على هذا لنقول أن التحرر الذي يحدث للحيوان بسبب الإنسان يعود ويدربها وربما يحدث نعود إلى هذه المثلث الذي هو الحياة للإنسان والآدمي والبشري وقلنا أنها كلها تدل على معاني أخلاقية في هذا المجتمع بين هذا الكائن الذي نسميه الإنسان سيتفرع عن مفهوم الإنسان مراتب مثلا المعهود عندنا هو الموجود في اللغة لدينا مفهوم الرجولة تفرعها الإنسان ثم لدينا مفهوم المرواة الرجولة يشتق منه مفهوم الرجل وببعض اللغات مفهوم الرجولة ولكن لو لا يستعمل لو موجود في اللسان العربي الرجولة الرجولة نعم ولكن مهمة يعني ما عاد يستخدم وحين يستخدم استخدام الذنب لأن المرأة تتشبه مثلا وكذا يقال عنها الرجل ولكن أصبح الرجل ألام على الذكر لدينا أنثى وذكر هذا تقسيم الجندري الذي ينبنيه لحقوق الاتجاه الحقوقي لكن بالاتجاه الذي لدينا لدينا نحن الرجل ثم سنجد مفهوم المرؤة الذي نأخذ من المرأة ثم سنجد مفهوم الفتوة مفهوم الأخلاقية سنأخذ منه الفتى والفتاة وهذه كلها معاني لها بعد أخلاقي ربما مفهوم الرجل يعني يختلط بين المعنى الأخلاقي والمعنى البيلوجي الذكري يعني هناك قوة وذلك قد يكون الله أعلم أنه اللسان العربي اقتصر بإطلاقه على الرجل بسبب هذا البعد الذكوري يعني القوة الصلابة الشدة الذهاب إلى الحارب هذه المعاني التي جرت العادة بأن يختص بها الرجال يعني داعين وبدل ولكن أعطيت هذا المعنى الرجولي بمعنى يعني أنه الترقي في هذه الإنسانية لأننا نقول أن الإنسانية هي لنقول أن الإنسانية هي هو الكائن ذو الأخلاق بغض النظر عن اتزامه بها هو الكائن ذو الأخلاق يعني لديه الأخلاق بالقوة وليس بالفعل فإذا ترقى أخذ بعض هذه الأخلاقية والتزم بها سنسميه رجلاً سنسميه رجل في سياق مخصوص سنسميه رجلاً أي أن يكون جنساً لا نتحدث الآن عن هذا عن الذكر نقول أن الذكر إذا تمسك ببعض الأخلاقية وهذا الشرط معناه إذا تخلى عنها تخلى عنه هذا الوصف ولذلك تلاحظ كن رجلاً الرجل من يفعل كذا هي عناصر القوة النجدة الفزعة القيام بالحماية هذه العناصر تحتاج لقوة بدنية قوة ذكرية فمن يحققها يرتقي بسلم الإنسانية درجات فنقول هذا الرجل حقق مجموعة من إذا اعتبرنا أن الأخلاق سلم سيكون هذا الرجل قد تحقق سلم لدرجات محدودة منها فإذا تقدمنا خطوة وقلنا أنه أصبح ذو مرؤة وهنا نتحدث عن المرء والمرأة ولاحظنا أن المرأة يعني هي رتبة فوق الرجول بهذا المعنى إذا نظرنا بهذا المنظور الرتبة الأخلاقية التي ينسى بليها المرء والمرأة هي فوق الرتبة الرجولية لأنها تتضمن ما هو أكمل منها فما هي المرؤة؟ المرؤة هي كمال هذه الرتبة قبلها كمال الرجولة هكذا يعرفونها وأول من عرفها تعريف مبكر والفراهيدي عندما في كتابه العين عندما عرف المرؤة قال هي كمال الرجولية فدل على أن هذه القيم التي تطلق عادة على من يرتقي تلك الدرجات هناك درجات أعلى منها نتصف بأنها مرؤة وعادة مسمى يعني طبعا إذا ذهبت إلى الكتب الأخلاقية وهي من أمتع الكتب التي يمكن تقري فيها وقتا من أمتع الكتب خصوص الكتب الأخلاقية التي تعرفها مفهوم الرجولة مفهوم المرؤة مفهوم الفتوة وحتى مفهوم الكرم والرجاء هذه المفهيمة الأخلاقية التي تشكلنا إذا ذهبت إلى تعريفاتها ورأيت كيف يعبر عنها القدمة سواء شعارة أو حكمة أو الأخلاقيون المتصوفة أو الفقهة كل واحد ينظر لها من زاوية هذا يذكر تعريفا هذا يذكر تعريفا وأنت يعني تهيم في هذا يعني هذا هذا الحديقة الغنى ولا تجد لرواح أحزكية ومعاني جميلة وأنوار وثم طبعا ربما إذا أتيت إلى الواقع وجدت شيئا ولكن على كل حال هذا هو الذي يسمو إليه الإنسان الإنسان كإنسامي يسمو فهو يتطلع إلى هذه المعاني فالمسميات الثلاثة الإنسان والرجولة والمروءة تقريبا يتحدث عن الكائن ذو الأخلاق ويتفاوت في تمسكه بالأخلاق بين إنسانية أو رجولة أو المروءة المروءة هي لنقول أن المروء هي كمال الأخلاق الإنسانية كمال أخلاق الإنسان المروءة صاحب المروءة وتندرج فيه أخلاقيات كثيرة جدا هذه من الأخلاق المركعة الأساسية أو لنقل من أمهات أو أمات الأخلاق إنها يندرج في داخلها أخلاق كثيرة وإذا عددوا فيتحدث عن المروءة قالوا الذي يكف شره وغيره والذي يفعل كذا يذكرون أشياء كثيرة ولكن الميزة الرئيسية أو الفارقة المائزة بين هذه القيم الثلاثة الإنسانية والرجولة والمروءة وبين قيم الثالثة الفتوى هي أن في الغالب أن هذه الثلاثة تقتصر في داخل الإنسان يعني كأنها عناصر تزكي الإنسان أنه يزكي نفسه من خلال بغض النظر عن علاقتها بالآخر لاحظ؟ بغض النظر عن علاقتها بالآخر فكأنها تخلق تجاه الذات وذلك يقولوا مثلا المروءة هو أن الإنسان لا يفعل ما يشين وإنما يفعل ما يحسن وتخيل الكلمة جامعة شاملة أشياء كثيرة تشين بالإنسان سواء على مستوى العلاقة مع الآخرين سواء على مستوى اللبس سواء على مستوى العكل سواء على مستوى الكلام أشياء كثيرة تشين بالإنسان وهذا الشيء يعني الذي يلحق بالإنسان ليس فقط من الآخرين بل أمام نفسه حتى إذا خل بنفسه هناك مروءة وإذلك الذين ربما بعض المصنف هذه توسعت في تعريف المروءة تحدث عن مروءة الإنسان مع نفسه مرؤة الإنسان مع غيره مرؤة الإنسان مع ربه فلاحظ أنه حتى بينه وبين نفسه في الخلوة هناك مروحة فيقول أنه لا يفعل ما يشين به إذا فعله معنا آخرين إلا إذا احتاج هناك أشياء تخص للإنسان لا بد أن يفعله في خلوته ولكن بشكل عام مثلا من الأمثلة الطريفة اللي يقول مثلا أكل بشرة الإنسان إذا خل بنفسه أكله بطريقة أو مثلا تحدث بطريقة أو كذا أو فعل أشياء لا يفعلها أمامنا فيقولون هذا يزري بمرؤتي أمام عينه وربما يظن بعض الناس هذا فيه تنطع وليس كذلك بل هو تزكية ما هي التزكية هو هذا التطهير التنقية لذلك في القرآن مثلا ذكر مجموعة مواصفات يربطها بلفظ مثلا فيه رجال كذلك فيقول مثلا في المسجد الذي يسعد تقوى قال فيه رجال محبون أن يطهر والطهار هنا معنى عام ليست معنى الطهارة بالمعنى فقط الحسية وإنما فكرة الطهارة العامة النقاع الداخلي فكرة النزاهة يكون إنسان نزيها وفكرة النزاهة فكرة عظيمة جدا تقوم عليها الآن مبادئ يعني تشغل المجال الفلسط في العالم مثلا فكرة المسؤولية فكرة مركزية وكثير من الحراك والتقدم والتجد الذي يحدث في الأنظمة وعلى مستوى القضاء والعدلية وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى المجال العام هي متفرعة عن فكرة المسؤولية يعني واحد من عناصر الأساسية فكرة أو مبدأ النزاهة درجة مثلا يقولون الآن أن بعض السياسات الصلاح العدلي تقوم على تهيئة المجال العام من خلال تخليق المجال العام يعني إذا كان عندنا اهتمام بجودة الحياة هذا شيء مهم جدا أيضا عندنا اهتمام بالمفروض بتخليق نقص الحياة العامة وكذلك ينبغي أن يكون عندنا اهتمام بتخليق الحياة العامة ببثقية من النزاهة والمروة لأن هذا يسأل يعني طبعا بالتأكيد بالتأكيد أن يرفع مستوى العلاقة البشرية بعضهم وبعضهم لكن أيضا يساعد في تحقيق الأهداف المرسومة مثلا موزرات العادل وكذا وكذا يعني يعتبر أحد العناصر في إصلاح القضاء هو تخليق المجال العام مع أنه قد لا يبدو لأول يعني بادي الرأي أنه هناك علاقة وكن الحقيقة هناك علاقة فالمقصود أن المرؤة هي هذا هو هذا التخلق الذي يخص الإنسان في ذاته وهناك درجة أعلى التي نتحدث عنه وهي الفتوة الفتوة ربما سأشير إذا بقي وقت عن لماذا يعني ما هو البعد اللغوي في الفتوة التي ترتبط في هذا المعنى الأخلاقي لكن نتحدث عن المعنى الأخلاقي أهم الفتوة هي كمال كل تلك الأخلاقيات ولكن متعدية الآخرين عندما تحدث عنه أن الإنسان يتعدى في فعله الأخلاقي في نجدته وفي عطائه إلى الآخرين لدرجة أنهم يقولون مثلا بعض التابعة وردت عن القدمة جافر محمد من آل البيت وبعض القدمة أن الأخلاق مثلا مثلا هذا جعفر محمد رحمة الله سأل شخصا ربما ما الفتوة ربما نسيت واللم ربما ما الفتوة فقال له بأنها أنك تشكر إذا عطيت وتصبر هذا يفعله كل أحد وإنما الأخلاق هو أنك تشكر إذا منعت وتصل إذا قطعت أو شيء من هذا القبيل يعني معنى يعني معنى أنك لا تكافع الآخرين بما يفعلون لك وإنما أن تكون أرفع أرفع منه وهذا هو نقول الفعل الأرفع إنك أن تكون ولا تفعل الآخرين يعني لا تقابل أخير بما يفعلونه وإنما أن تكون يعني أكثر أطاء أكثر نجدة كلمة النجدة النجدة هذا مصطلح هذا خلق جميل جدا وجمالي وعظيم وحتى اسمه يعني النجدة هو الارتفاع النجد ما أنجد هو المرتفع تبع نقول هذا ما تنجد يعني مرتفع فالنجد هو الارتفاع فلما تقول النجدة وكأنك هناك ارتفاع معنوي وحتى أيضا يعني ارتفاع مادي لأن الإنسان الذي ينجده من لديه قدرة فصاحب النجدة نقول صاحب النجدة ولذلك يطلق غالبا فكرة النجدة على الشجعان والرجو المقدام الذي يعني يعني يتقدم ولا يبالي من أجل يعني بالأجل الانتصار والحماية وكذا وكذا فالفتوى الغرض منها هو هذا يعني الحد الأقصى من فعل الأخلاق تجاه الأخري ولكن ربما يقال طبعا نحو لما تحدث نتحدث عن تراتب نقول إنسان يجب ثم ينتقي رجول لا لا نتحدث عن هذا وإنما نصف يعني على الأقل نقول هذا الترتيب المنطقي ولكن عمريا الإنسان يتقلب مرة ربما يفعل فعلا يقول هذا فعل فتوى في مرتبعه ربما ينزل أحيانا ويفعل فعل مروحة ربما ينزل وربما حيانا يخرج من هذا السلم وهكذا يتقلب الإنسان الأكمل الذي يحرص على أن يترقى سواء على المستوى الفرد أو على الجماعة هو هو محاولة التعاطي دائما مع الدرجات الأعلى كلما أمكنها ولا يمكن دائما كلما أمكنها فهي مثال أعلى نقول مثلا لا يعني اتجاهنا التجاهلي إذن الذي يقوم الإنسان في الحقيقة ليس معايير حسية أو مادية أو بيولوجية وإنما هي هذه المعاني التي تحقق له المفهوم الأول المفهوم الإنسانية مفهوم الأول وهو المادة الخام لنقول أو الأرضية ثم يترقى في تحقيقها إلى هذا المعنى الأخير فتذكرت الحديث عن فكرة الفتوة لماذا؟ الفتوة صحيح أنه من الناحية البيولوجية تطلق على الشخص الذي يقال يعني بعد الطفولة إلى الأربعين كلكم ما شاء الله فتيان أنا بعد ذلك من المرحلة يعني من الناحية من الناحية العمرية تطلق على هذا ولماذا؟ لأن هذا العمر عادة في قوة فيذهب الإنسان في مرحلة فتوته وشبابه إلى حد الأقصى وقوته هي الحد الأقصى بعدين يبدأ ينزل ليس كذلك؟ مثلا في حماسه الأشياء في علاقاته في عاطفته في ذكاعه في إنتاجه في إبداعه تلاحظ تلك المرحلة هي الحد الأقصى فكأن منتهى القوة هي هذه المرحلة مرحلة الفتوة فكذلك نقول أن مرحلة منتهى القوة الأخلاقية هي فرحلة الفتوة واضح الرابط ليس كذلك؟ هناك ربط آخر طريف أشار له أبو حيان التوحيدي هو غايف الطلافة ويقول أن هذه الارتباط الفتى بالقيم والقيم يعني طبعا أنا أصوق كلامه بطريقة حديثة يعني ليس في نص كلامه وإنما على الأقل أقرأه قراءة حديثة كما فهمته ربما لو رجع أحدهم يعني نص لاعترض لكن يعني هكذا قرأت في المقابسات يقول أن هذه القيم كانوا يقول هذه القيم والتعبير مني لا زمنية لا تشيخ يعني معاني الجود والسخاء والكرم هذه معاني لا تشيخ تظهر أن هي هي ولاحظ ملاحظة ذلك الرجل الشيطان الذي قلت تكرى لنوح عندما قالنا البشر لا يمتكروا شيئا هذه الجملة إن هذه هي قيم ثبتت لا تشيخ لا تتقدم لأنها خارج الزمن خارج الزمن الزمن هو الذي يسبب شيخوخة الأشياء وبالتالي ولذلك لاحظ مثلا مثلا يعني هناك مفهوم معاصر مفهوم مركز جدا جدا في حيات الحديث ربما تخلى البشر عن أشياء كثيرة وعبدوا هذا المفهوم الجديد وهو مفهوم التقدم التقدم دائما البشرية عندها مفهوم التقدم ولكن كان تقدمها المادي مرتبط دائما كأن هناك حبال تشدها إلى هوابة أخلاقية فنحن دائما كنا نتقدم ولكن لدينا ما ما يعدل مسارنا قيم تختلف الحضارات نحن لدينا حزمة مهولة من القيم لدينا قيمة يعني في قيمنا الداخلية هناك الاتجاه التي هي القبلة المسميها هناك قيم الشوق والسوق التي تسوقنا سوقا والشوق أيضا وكلهم واحد ربما بينهم هناك قيم المروعة قيم العدل القيم الحق قيم الجمال قيم الأحسن هذه وثابتة عند الأجياء الآن مع الحياة الحديثة وعلينا أن نطرح هذا السؤال بشكل ضروري ترك البشر تحدثنا عن حداثة تركت الحداثة والحداثة إذا قلنا الحداثة لم تعود فقط هي الإنسان الغربي إنسان الغربي وابتكرها ولكن أصبح الإنسان في العالم كله إنسان حديثة لأنه أصبح مستهلك هناك منتج وهناك مستهلك نحن أصبحنا كلنا كائنات فرضت علينا الحداثة قيمها وبعضهم يقاوم يعني هناك معانات لهذا العالم الآخر ففكرة التقدم تقريبا تقطع كل حبالها بهذه الرواسخ من أجل أنت تقدم وتبتعد وطبعا لاحظ أن التقدم يقتضي شيخوخة ولذلك هذا السعار المحموم في الركض البشري هو دائما كل شيء عليه البشر ينتهي بسرعة بسرعة يذهب إلى ما بعده يذهب إلى ما بعده لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى ما يتضمنه من قيمة أو أنفرغه من قيمته أصبح شيئا أصبح كل ما يبحث عنه الإنسان هو زمني داخل الزمان والزمان يفني زمان يصيبك بالشيخوخة يتقدم بك ينهي صراحيتك فيبحث على المزيد ويبحث على المزيد ويشعر الإنسان بالتهديد بحيث أنه باستمرار يبحث عنه ويذكر المقولة ذكرتها قبل قليل أن الحدث التقنية والتقدم التقني يقوم على فكرة أنه كل شيء يمكن صنعه وأنه كل ما يمكن صنعه يجب أن نصنعه لماذا يجب أن نصنعه؟ لأن التقدم أصبح فريضة أصبح هو المعنى نحن لا نحقق معنى حتى نتقدم وأصبح هناك خوف من كل عائق والشخص الذي يطلب بالمراجعات لأن نقد التقدم المراجعات ليس من عندنا ليس من مفكرينها هذا أكبر من ينتقد التقدم مفكرون الغربيون شارلز تايلر هو أكثر شخص ينتقد فضل عن آخرين ولكن هذا الرجل يعني يقول عن نفسه أنه يتهم بالأصالة والرجعية وكذا وكذا بسبب نقد لهذه المفاهيم لأنه يقال كل من نقد الرجعي المراجعي تقف في طريقنا يبتعد عن الطريق وليس أنهم لا يعون أن هذا التقدم له ندوب وخسائر بلا يعون تماما ولكن أيضا من الأفكار التي تغيرت في المسار البشري سابقا كان يقال الوقاية خير من العلاج أنك لا تضع قدمك إلا أي اللي تعرف أين وضعتها وماذا يترتب عليها وهذا يعتبر حزم وحكمة وكذا وكذا هذا انتهى أصبح الموضوع مقلوبا العلاج خير من الوقاية فدعني أتقدم وأغامر شوف كلمة المغامرة والمبادرة والكذا أنه غامر والإصابات نعالجها يعني ما عندنا مشكلة نحن صحيح أصبنا أي إصابات ولكن نتقدمنا فكرة هذه أنك تقدم غامر في البحار وكذا واذهب وهناك شركات تغطي حتى الخطر هذا حتى الإصابات وزعت ما عادت وزعت دمها بين قبائل الشركات ما عادت يحملها شخص انتشرت وأصبحت كل هذه العناصر تدفعك دفعا دفعا إلى أن تتقدم هذا التقدم يبعدك عن المركز الذي هو الأخلاق التي هي رؤية تجد الإنسان في نهاية المطاف لا يفهم لماذا يجب علينا أن تمسك بالأخلاق وهذا الذي يفسر لماذا ظهرت هذه الكمية المهولة من المعرفة الأخلاقية غير المسبوقة لاحظ معرفة أخلاقية غير مسبوقة لكنها كلها نظرية لأن هناك فراغ مهول حدثه هذا التقدم الذي استغرق كل هذه المدة لا أدري لكن ربما علينا أن نطرح سؤال يعني كيف لماذا تسارع هذا التغير لماذا كان هناك أشياء راسخة عند البشر مدة طويلة ثم يعني أصبح عادة النظر فيها ليس فقط فضيلة بل هو الأصل أن تتمسك بها الناس يستغربون هناك كتاب كتاب مشهور ربما يعني من أكثر الكتبة الكتبة التي قرعت وترجمة وهو كتاب الإنسان يبحث عن معنى لفكتور فرانك وهنا طبعا يعني أستاذ التحليل النفسي هو فيلسوف ومن فلاسفة المعنى يعني ولو تجربة مريرة في المعتقلات النازية سجلها بكتاب لكنه ذكر صفحة نفيسة جدا ثمينة جدا عنوانها حسب الترجمة بالفراغ الوجودي ويقول فيها باختصار يعني أن الإنسان الحديث أصبح يشعر بالفراغ والقلق أصبح هناك قلق شديد عند الإنسان الحديث لماذا يحلل؟ حلل بتحليلين تحليل أول ثاني أتفق معه وسأذكره الأول أختلف معه قليلا سأقوم بتعديله اجتهاد الأول يقول طبعا باعتبار أنه هو غير مؤمن وينطلق من فرضية تطورية وكذا قال النقطة الأولى يقول النقطة الأولى أنه كان عند الإنسان لما كان حيواناً خاصية الرضا الحيوان يرضى عن كل شيء الحيوان لا يتطلع هذا جزء من الوحي وانت لاحظ الحيوان لا يتطلع إذا كتفيه بما لديه من أجل هذا لا يتطور يعني هو مثل جد العشر ألاف هو هو ليس لديه لديه رضا رضا مفرط ولكن هذا إن نقول هذا الجين أو هذه الخاصية البيلوجية في الرضا الإنسان تطور وتركها فأصبح قريقاً وفقدها بتعبيره إلى أبد لا يوجد علاج انتهينا بما أنك إنسان فأنت قلق هكذا وإذا كيتحدثون عن معنى مثلاً الفلاسفة الوجوديون مثلاً هايدغار وعسارتو مثالة يتحدثون عن القلق الوجودي القلق الوجودي يقصدون القلق الذي ليس له سبب وكينونا يعني كيانيتنا كبشر أننا نقلقون فهذا الرجل فيكتور فرانك ولكن أنا أقترح أننا نعدل هذا التعريف فنقول هو يشعر بالحقيقة يقاربها بطريقته ولكن إذا أردنا أن نعدل سنقول صحيح هناك فطرة داخل الإنسان هو يسميها غريزة فقدت نحن نقول فطرة بهذا الرضا والشعور هناك معنى في العالم يبعث له هذا الرضا ولاحظ أنه جاء بسياق مشكلة المعنى بالنسبة له فنحن نقول أن الإنسان الحديث يعني حلقة ما يتحدث عنه هو الإنسان الحداثي تخلى عن هذه الفطرة مسخها غيرها نسيها بطريقة أو بأخرى لأن الفطرة هي مفهوم سابق مغروس في الإنسان أو مفطور عليه الإنسان ولكنه يجب أن ينمو من خلال التعبد البشري والعمل الديني التعبد لله سبحانه وتعالى والعمل الديني والاتصال بشريعة وهو هكذا مجموعة أناصر مرتبطة بمفهوم الفطرة هي تنمي مفهوم الله لأن لا يخمل إما أن ينشط أو يخمل فهو يتحدث عن هذا الخمول بأنها غريزة التائرة هذا ما يهم اللي يهمه هو العامل الآخر وهو يقول أن البشرية في هذا الفلاخر العامل الآخر عامل الآن الأول هو هذا الذي يسمى هو تطور تجاوز فقدان الإنسان لغريزة غريزة الرضا الثاني هو الأهم وهو أن ولحظوا الكتاب كتب تقريبا ربما في الأربعينات أو الخمسينات أن المجتمعات الحديثة فقدت التقليد تقليد الإنسانية تقليد الإنسانية استقليد معنا المذموم وإنما لنقل وأحيانا ترجمته بالتقليد أصبح يعني يعطي انطباع هو الظرف في التعبير المستقبل والترادشن يعني التقاليد العامة المراث البشري نقل المراث البشري أن البشرية لديها خبرة راكمتها خلال يعني آلاف السنين واختبرت أشياء كثيرة شيء منها نقلته عن الأديان وشيء منها نقلته عن الحكمة شيء نقلت ويعني هذه المكينة اختارت منها أشياء واستمرت عليها ومفهوم واسع يتضمن أشياء كثيرة لكن هناك تقليد بشري يشعر الإنسان فيه بالأمان لأنه أفعل ما فعل غيري لا يحتاج أنه يأتي اختراع العجلة في أشياء كثيرة فيقول هو أن البشر هؤلاء تخلوا عن هذا التقليد والتقليد لهم ميزة مثلا حنة أرنت تحدثت في كتاب لها في منضوع كتابها عن نقدة الشمولية فقالت أنه التقاليد توحد المجتمع وتعطيهم قدرة على التواصل وتعطيهم قدرة على الكيانية استقلال لديهم قدرة لديهم قوة لديهم معاني لديهم مفاهيم يتواصلون فإذا تذرروا تفردوا تخلوا عن هذا التقليد اللي يجمعها وصبعوا كيانات فردانية ذرة تبدأ من جديد وتخلوا واكتفوا بقواتهم الخاصة وتخلوا عن هذا مجموع القوة وإن تعرف أن المجموع ليس كالفرد يعني أو كما يقال حدية المجموع ليس كمجموع الحدية يعني هناك قوة لهذا قوة أخلاقية وقوة عملية وقوة كيانية يعني ووجودية فيقول تخلوا عن هذا المال في حقيقة البشر تخلوا عن أشياء كثيرة في الحداثة وإذا قلنا تخلوا عن التقاليد تتضمن تخليهم عن الدين لو قيل لنا من أين جاءت التسميات تسمية الذكر الأنثى الرجل المرأة الخير الشر تسميات في الحقيقة هي مفهوم إلهي هي مفهوم إلهي وهذا نص بالنسبة لنا نحن وحتى موجود مثلا في التوراة والإنجيل ستجد نصوص تدل على هذا المعنى وعلم آدم الأسماء كلها نص صريع واضح صحيح أن هذه الآية يعني فيها أشكال كثيرة من المفسرين في التفاصيل ولكن المعنى الكل واضح أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها لدرجة أن ابن أباس يعلموا كل شيء بعيانها ونالعلماء من قال أنه علموا التسمية يعني كيف يسمي الأشياء وكيف يسمي الأسماء ليس اعتباط وإنما يعطيها المعنى الذي قالوا مثلا مفهوم الحلاء والحرام والخير والشر المعنى الكلية وحتى في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان الرحمن أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان يقول علمه البيان يعني بيان حقائق الأشياء وما فيها من خير والشر فالإنسان ليس مادة خام ليس ريبوت يدخل يعني تدخل في بيانات بيانات وليس معلومات يدخل في بيانات هناك فرق في حين الإنسان لا ودخلت فيه معاني قيم قاررة توجهه فطبعا لما نسي البشر المسمي الذي هو الله أسمعه بالتأكيد لا معنى إلى أنك ترفض المسمي وتؤمن بالنتيجة لا أسمعه هو أصلا مشكة الناس مع المسمي هي التسميات لو أنه لم يتدخل ربما ما رفضوه فالآن هناك هذا التطرف اليساري الواضح في رفض الأديان وأكيد يفضي إلى هذا المعنى التطرف الواضح والقوي في رفض كل هذه النتائج ونحن نبدأ من جديد يعني نعم نقول البشرية قد اختبرت هذه التسميات فترة وكانت ناجعة ومفيدة في فترة من فترات لم نعد لا نحتاج إلى أن نستمر لماذا لا نجرب انتهت في فترة من فترات كانت مفيدة لأنني لست مفيدة ضارة فيها بعدها المساواة فيها فيها الظلم وهكذا يعني ثم نبدأ من جديد شفت لاحظت كيف التقليد كله كل التقليد البشري انتهى نبدأ من جديد فأنا أعتقد والله أعلم يعني أنه هذا الحدث الجديد الذي هو إنكار المسمي وإنكار الخالق هو حدث جديد تماما وبالمناسبة يعني لطالما قال علماء المقالات أو علماء التاريخ الأفكار ثم شهر ستاني ومثال عنه أن البشرية لم يمر عليها في تاريخها الطويل من مرحلة أن يجتمع الناس على إنكار الخالق للحاد الحاد بمعنها الحديث وليس بمعنها القديمة الحاد الذي هو التعطيل نفي وجود الأول أو كما يسمي الفلاسفل إلا الأولى يقول هذا لم يمر على البشرية مجموع بشري وإنما يمر أحد أحد الله أعلم ما سببه ما لي أهوى والأمراض ما الله أعلم ولكن أفراد حتى ذكر بنتيمية بنتيمية موافق شهر ستاني على هذه المقولة حتى أن بنتيمية يقول أن القرآن أصلا لا يناقش مضربوا بيه يجعله مسلمة في حجاجه مع التوحيد الإلهي الذين يشتكون يدعون مع الله غيره يقوم مدامك تقول أن الله هو الخالق الصانع الفاعل الكذا الذي رزقكم وعطاكم وكذا فكيف تعبدون غيره فكأنه مسلمة في النقاش فيقول أن القرآن يقوم على هذا ربما يعني ربما نجد أنه هناك شرات في القرآن في الله ولكن الرؤية الكلية هي حقيقة صحيحة فابن تيمية يستثني مثلا فرعون ويقول ما ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ورغم أنه جحد إلا أنه ويقول فابن تيمية يقول أن هؤلاء الجاحدين أو يقول المعطرين التعطيل الأكبر القدماء بعضهم معطل ظاهرا وباطنا بعضهم معطل ظاهرا وهذا عجيب حيانا الأكس المفروض أن الإنسان يعطل في الباطن ويظهر ولكن هذا النفاق مقلوب فيقول فرعون كان يظهر التعطيل ويبطن الإقرار في حين يمثل بالنمرود بأنه من النوع الثاني الذي ينكر ظاهرا وباطنا وتعرف قصته مع إبراهيم إبراهيم هو الفتى اسمنا فتى يذكرهم إذلك يقولون تعريفات الطريفة للفتى هذه نلحقها حاشية أنه الذي يحطم يحطم صنما في حياته الفتى الذي يحطمها هذا تعريف طريف أنه الذي يحطم في حياته صنما صنما يعني صنما يعني باطل يعني ما الذي يحطمه يوم الأيام لأنه نفع الآخرين نفع صنم كمظل الآخرين فهو فتى نعود مرة أخرى ونقول يعني أنه البشرية دخلت هذا المنعطف الجديد الذي هو الإنكار لم تعد أفرادا تلاحظ أن الاحصاءات يتحدث عن الإيمان في الغرب مروح تحدث عن مجتمعات للحاد فيها يتحدث عن 50% 40% لو قلت 10% هذا شيء جديد تماما فنحن بلا شك إذا كانت هذه الدراسات دقيقة أنا لا أعرف أنا ما تحتاج إلى مختص ولكنها كثيرة جدا لدرجة يصعب الشك بها أنه كانت هذه الاحصاعات في منضوع الإيمان بالإله وليس الإيمان بالأديان وليس الإيمان بالشرع وإنما الإيمان بوجود الإله إذا كانت حقيقة فنحن دخلنا في البشرية إلى منعطف جديد غير مسبوك ومتى بدأ بدأ بالثورة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية لم يكن موجودة الثورة الفرنسية تحوّل إلى ثقافة إلى فلسفة وإلى قيمة ينازع عنها ويناقش عنها ولها فلسفة والمشهورون وأصبحتها الأصل تقريبا عن كثير من الفلسفة لم تكن الفلسفة قبل الثورة الفرنسية في نزاع مع الدين نعم قد تطرح نفسها أنها بديل أنها ولكن لم تقل اليوم حدثة العصر الاستهلاقي ولكن كلها في الاتجاه لا زأتي شضايا الانفجار الكبير البقبان الذي حدث في باريس في ذلك الحين وإذا استمرت البشرية بهذا المنعطف منعطف الإنكار الكلي والجاعد إلى لا أعرف إلى أين سنذهب لا يوجد إذا كنا قبل قليل نقول لا توجد أن التقدم قطع صلته بالقيم الروحية وأصبح كل التقدم داخل الزمان لم يعد هناك شيء خارج الزمان أصبح كل شيء داخل هذا العالم لم يعد شيء هناك خارج العالم لم يعد هناك غيب ولا قيم باطنة ولا روحانيات لم يعد إلا هذا حتى الروحانية أدخلت إلى داخل هذا العالم فأصبح هناك روحانيات ذهرية أو روحانيات داخل العالم لا يوجد شيء خارجه فإذا لا يوجد شيء خارج العالم الآن وصلنا إلى مرحلة إنكار الإله فالله أعلم ولكن أعتقد أن هذه التطورات قد لا تكون بشكل مباشر يعني لا يعلن المناظرون عنها هذه الصلة ولكن في التحليل النهائي أنت لا تجد إلا أنها هي جزء من هذا التطور الذي حدث خلال يعني اللقاء العقدة القرنين الماضيين باقي شيء؟ باقي الحين باقي إني أمدي أسئلة بالحيث في بداية الحديث كنت تقول أن ناس يولا منه بس اللي بتوقع عنه اليهودي بحرارينوه أنه الإنسان ما قد تجرب قيم اللي نقول أنه يقول أنه يعني لا يضيف كثيرا من ننتج القيم إذن؟ أي سلام هذا سؤال ممتاز القيمة أو ننقل المعنى الذي يقوم الأشياء هي يعني تقابل الواقع لدينا الواقع ولدينا الواجب القيمة هي الواجب ما يجب أن يكون الواقع هو ما يكون أو ما هو كان والقيمة هي ما يجب أن يكون لو تأملت حتى الذين يعبدون الواقعية ويعبدون الواقع ويصنون الواقع هو يسعى إلى أن يغير واقعه أليس كذلك؟ وحتى هو ينتقد المثالية وينتقد الواجوبية وينتقد الأخلاق هو هو رغما عنه لأن هذه طبيعة فينا نحن البشر لا نرضى بما نحن عليه ونسعى إلى صحيح أننا قد نحرف أو نختزل هذه الخاصية وهذه الميزة فينا وهي السعي إلى الأكملية ونجعلها فقط أكملية مادية استهلاكية ولكننا في الأصل أنها أكملية شاملة تشمل حتى يعني مثلا لاحظنا الإنسان مثلا لا يقبل الكذب إذا أراد أن يكذب يسوق ويبرره وتجده ربما إذا أراد أن يقرر بعض مفاهيم مثلا الأنانية أو البخور يحاول أن يسوقها يسمى مسوقات اقتصادية وتطورية بشكل ما يعني لأنه يشعر بأنها هناك معنى في داخله يشده إلى أهلا فالأخلاق في نهاية المطاف هي شد شداد ما هو كاعن إلى ما يجب أن يكون هي شد الواقع الموجود إلى المنشود يعني نحن هناك موجود وهناك منشود نبحث عنه نريد أن نرفع مستوى المنشود لأنه منشود هو منشود فينا ننشود إليه نحن نرفعه أحيان نخفر نرجع ننزلك ما هو مصدرها وحسب ثقافتك إذا أنت المؤمن وترى أن الإنسان مكرم تكرمنا بني عدم وخلقه الله خلقا خاصا فلا ريب أن هذه المعاني لم يأتي بها الواقع يعني لا تستطيع طبعا شوف هناك محاولات في المسار التطوري والبحث عن هناك تطور أخلاقي وتفسر الأخلاق تفسيرنا أخلاقيا والأنانية والجين الأناني ولكن في الحقيقة كلها غير معقولة أبدا لأن الواقع لا ينشئ إلا واقع هذا مبدأ منطقي الواقع لا ينشئ إلا واقع والواجب هو الذي ينشئ الواجب الذي يحدث وهناك فصل منطقي هناك فصل كياني بين الواقع والواجب ولكن هناك تداخل بينهم يعني بمعنى نحن نضفي الوجوب على الواقع من أجل أن نرفعه نعدله نضفي المنشود على الموجود من أجل أن نرفعه وهذا بالمناسبة معنى التقديس يعني عندما يتحدث الناس أنه يعني هناك تقديس ويجعلون هذه الصفة مذمومة أنك أن تستغل الدين في التقديس تقدس وأن يجب أن ننزع المقدس على المدنس وهناك شيء دنيوي هي القداسة ما هي والمقدس لا يتجلى إلا في الدنيوي ليس ما يقابل المقدس والمدنس وإنما يقابله الدنيوي الدنيوي ليس الدنسا بمنظور ليس الدنسا نحن نسعى إلى أن نصبغ ما هو التقديس المقدس ما هو من أسماء الله الحسنى أنه القدوس يعني التنزيه التقديس هو المنزه المطهر نحن نقدسه هو ينزهه عن النواقص ونصبغ عليه الكمالات وأيضا المقدس بمعنى أننا كأننا ننزه أنفسنا بانتظار هذه المعاني القدوسية التي تتنزل على الإنسان هذه المعاني الباطنة فأيذن القيم مصدرها الحقيقي هو يعني عالم الملكوت أو عالم الروح هي من عالم الروح وإذاك لا تشيخ عندما قلت لك قبل قليل أن هذه القيم ليست داخل الزمان وكانت داخل الزمان لشاخت مثل كل المفاهيم الإنسانية يعني تقدم بها السن وانتهت وماتت خلاياها وأصابها الموت ولكن هذا الدليل وبشهادة هذا الرجل أن البشرية لا تضيف كثيرا لأنها تكتفي بهذا الموجود لا لأنها خارج عالم الزمن هي في عالم الروح مدام أنها من عالم الروح هي من عالم الروح بس ما تكون القيم تختلف وتكون نسبية من مكان إلى مكان من زمان إلى زمان فتلقى الكرم مثلا عند العرب قيمة عالية بينما هو في ثقافات مختلفة قيمة عالية شوفه لما تحدث نحن عن مفهوم القيمة ومفهوم القيمة أنا قلت أنه مفهوم حديث هو انتقل للاصطلاح في الفكر الغربي من الحق الاقتصادي القيمة في الأساس الفاليو مفهوم الاقتصادي فانتقل إلى الحق الأخذقي ونحن بالنسبة لنا هذا الانتقال جيد لأننا نجد مثلا فكرة القوامة هذه مثلا أحسن تقويم دينا قيما نجد لها أصب وحاول بعض فلاسفات المعاصرين يعني يعطاه هذا المعنى أن القرآن يستخدم هذا المعنى وهو معنى الصحي وحتى لو قلنا أنه معنى حديث لا بأس بهذا جيد ننقله والقدم يستخدمونها كفضيلة ولكن كل الحقول فيها قيمة أنا قلت لك أنه في الجماليات في قيمتان قيمة القبيح والحسن أو الجميل وفي الاقتصاد في قيمة الربع والخسارة وفي الأخلاقيات في قيمة الخير والشر فحتى في المجتمعات يعني وصحيح لما تقول نسبية نحن عندنا مشكلة تامة في الأخلاق مشكلة الذاتية ومشكلة نسبية النسبية هي اختلاف الثقافات أو أقوام والذاتية هي اختلاف أشخاص يعني تنسب للذات نفسها أنا أقول أنه الأخلاق الذاتية أو الأخلاق نسبية نعم أنا أعترف أن تجليات الأخلاق تختلف من أمة إلى أمة ولذلك مثلا نحن نتحدث عن يعني هذا الموضوع لا أستطيع أن تحدث في مفصلة عن ما أؤمن به أنا أستطيع هو مفهوم الأخلاق في الأساس ومفهوم ديني فأنا أتحدث من منطلق من منطلق يعني الثقافة الراسخة في سياقانا والذي أنا أؤمن بها وانطلق منها وأعتبرها رؤيه العالم فلسفتي التي أنظر فيها الأشياء وقومة من خلال هذه الرؤية الدينية رؤية الوحي وهي تسليم ولكن المسلمات لا يعني أننا لا نستطيع أن نثبتها ونبرهن عليها في مكان آخر لكن الآن نتحدث فيها بإعتبارها مسلمة فلحنا نتحدث عن شيء نسمي الزمن الأخلاقي يعني مدام نقول نحن أن الدين الأخلاق والدين الإسلامي هو الدين الأخير يعني من ناحية تاريخية الكل يتفق على أن الدين الإسلامي هو كدين سماوي هو الأخير ومن ناحية منطقية أنه يتضمن ما قبله وإذا كانت المسيحية تتضمن اليهودية وتزيد عليها فكذلك الإسلامي تضمن المسيحية واليهودية ويزيد عليهم ويكون هذا التجلي الأخير للوحي الظهور الأخير للوحي أنا فضل كلمة التجلي ليس الظهور وإنما التجلي الأخير للوحي فهو تجلي الأكمل فهذا يعني أن هناك تجليات أخرى للمعاني الأخلاقية في المجتمعات الكتابية فضلاً عن أن تكون هناك تجليات أخرى لمجتمعات غير كتابية نحو نتفق مع غير الكتابيين بالفطرة ونتفق مع الكتابيين بشيئين بالفطرة والوحي ولكننا نتميز بأننا وحينا هو الوحي الأخير الأكمل الأكمل الذي جاء بالكمل عادة توصف شريعة موسى بأنها شريعة جلالية يعني فيها قوة في حين شريعة عيسى تصب بأنها قوة جمالية يعني فيها هذه الرحمة والرافة وشريعة محمد الأستاذ السامد هي الشريعة التي فيها البعد الكمالي ما تحدث عن الفقه يقول له وجهان وجه قانوني يعتمد على الضبط والقيس والمحاسبة واناك وجه أخلاقي فيه بعد مسؤولية ذاتية ينظر فيه الإنسان إلى تقويم الشخصي نفسه ومرؤاته تجاه ذاته وأيضا تقويم الأخروي الذي يؤمن به فهذا التجلي في ثقافتين نحن نعتبر أنه الأكمل حيث لا ننكر أن هناك قيم أخرى سواء في خارج مجال الاقتصادي ولا ننكر أن هناك قيم أخلاقية ظلت اقتصادية مثل مثلا الاتجاه الأخلاقي النفعي مثلا مثلا اتجاه النفعي الإنجليزي أشهر مدرسة أخلاقية في العالم الحديث هي المدرسة النفعية تقابل المدرسة الأمرية الكانتية والألمانية المدرسة النفعية تقول أن الأخلاق هي ما ينفع هو النفع العام ولكن نتحدث عن نفع مادي صحيح أن بعض فلاسفتها مثل استوارت ميل حاول أن يضيف النفع الأخلاقي القيم ولكن الاتجاه العام الذي يتطور إلى البراغماتية هو النفع المادي الكمي المعدودة والمحسوسة حتى على مستوى الجماليات تغير مفهوم الجمالي تعرف أنه البشر الإنسان كان جمالي يشعر بالجماليات هذه فطرة فيه وظل البشر يتحدثون عن الجمال فترة طويلة ولكن ما هي الجماليات الحديثة اخترع مصطلح جديد اسمه مصطلح الاستطيقة اخترعه رجل تقيباً في الـ 1950 اسمه بوم مغارتن ألماني فيلسوف ألماني ربما تكون هذه إضافاته الوحيدة أنه توفي مريضاً توفي عمر 48 ولفه على فراش الموت ولكن سبحان الله أصبح هذا المفهوم راسخ وساعد وأصبح تستعرف كلمة استطيقة وهذا الشاهد عندنا أساسها اليونانية هي يونانية ثاني الحس وأنت تساءل ما كيف الحس جمالي يعني الحس شيء آخر ولكنه هو أراد أن ينتقد الاتجاه الجمالي الذي كان يعني بالجماليات المعنوية فقط جماليات الشعرية واللغوية والأخلاقية باعتبار أن الأخلاق أفق جمالي وهذا صحيح فهو كأنه يعني رأى أن هذا الاتجاه اندفع بالأخلاقيات المعنوية وضعف الاتجاه الحسي فأراد أن يعيد المعنى الاتجاه الحسي وانتشر الاسم صحيح أنه الفلاسفة الألمان فيما بعد يعني ربما يكون اعتراضوا عليه مثلا كانت غير المفهوم إلى ملكة الحكوم يعني في قصة أخرى ولكن أقصد ظل هذا المفهوم ساعد حتى الآن المفهوم الاستطيقة لمفهوم الحسي فهذا واحد من التحولات التي حدثت من أنه حتى المفهوم الجمالي تحول إلى مفهوم حسي حسي فكيف المفهوم الأخلاقي الذي تحول مع النفعيين لمفهوم كمي فيه البعدل نحن نظرا لأن لدينا كتاب ثابت لن يتغير لم يتغير ولن يتغير نظل مشدودين نحن ثقافتنا يعني نشأت حول هذه البحر هذه البحير هذا النهر المتدفق اللغة الاجتماع السياسة الفق القانون كلها نشأت حول هذا والميزة أن هذا النهر سيظل متدفقا لن ينتوقف لن ينضب يوم من الأيام وبالتالي سيظل حاضرا فصحيح أني ذكرتنا خاوفنا أن البشرية تحولت وكذا صحيح هذا مخاوف حقيقيا وسوف تلقي بظلالها علينا ولكن نحن لدينا قدر من الحماية وهذا النهر المتدفق نقترب منه نبتعد هذه مراحل لكن في نهاية المطاف لدينا شيء لا يسمح لنا بالنسيان فكوننا ننتمي إلى هذا النهر ستظل قيمنا محافظة على هذا البعد يعني على هذا البعد اللي نقول أنه البعد التجلي الأخير للأخلاقية نعم لما نقول أن الكرم مثلا الكل يتفقى أنه خير وحتى هذا الآخر الذي يرفضه في مكان آخر لو قلت له هل هو فضيلة هل رأىه يعطي شخص آخر سيمدحه لكنه سيعيد النظر فيه من ناحية نفعية ويقول ما قيمته يعني لماذا تعطي ولذلك حتى الانتقادات التي وجهت الآن للكرم هي انتقادات نفعية أنه العلاقة يجب أن تكون يجب أن نتعود أننا هناك يعني اعتماد على النافس وهذه المعالي ولكن لا يوجد إنسان لا يوجد إنسان كائنا من كان تأتي له بمعنى أخلاقي جمالي ويقوله هو ليس كذلك لا يمكن لا يمكن أن ينقلب الخير إلى الشرف لا يمكن لا يمكن وحتى مثلا فكرة انقلاب الأخلاق هذا المفهوم المركزي الذي جاء به الفينسوف نيتشا انقلاب القيام فكرة هو استبدال قيم الخير إلى قيم القوة ولكنك تسميها أنت قيم خير وقيم قوة إن حتى لا تستطيع أن تغير التسمية لا تستطيع أن تقول عن قوة أنه خير لا تستطيع أن تسمي الظلم أنه خير لا تستطيع عنه قوة تتظل نعم قد تعيد ترتيب الأولي هذا شأنك يعني هذا أنت شأن حر وهذه الأخلاقية الأخلاقية في الحر فأنت تفعل ما تراه صوابا بالنسبة لك وما تراه أكمل بالنسبة لك إذا فعلت بالفعل القيم التي تتوافق مع الهوية البشرية التي بدأنا فيها التأسيس التي الآدمية والبشرية والإنسانية وما تفرع عنها من هذه القيم فأنت تحافظ على إنسانيتك إذا تخليت أنها نقص من إنسانيتك بقدر ما ينقص وإذا أنت تلاحظ كيف أن أستحدث عن يعني فقر الإنسانية عن تغول المعنى الآن لم يعد المسألة الاقتصادية يعني نحن كنا نشكي من 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 تغول القيمة الرأسمالية الآن لا الموضوع سرعا بعد على الأقل القيمة الاقتصادية فيها يعني حياة الآن القيمة البيانتية قيمة البيانات الآن القيمة المركزية هذا هراري نوع يسمي دين البيانات أصبح ديناً نحن في مرحلة من المراحل نسمي الرأسمالية دين مع أنه جزء منها حق ليس مشكلة ولكن يعني رفع مستوى المنظوري لأن يكون منظور العالم وتخويمي للأشياء ومنظور مهيمن كما بتعبير بعض الفلاسف نطاق مركزي نطاق مركزي يهيمن عن نطاقات الأخرى القيمية والأخلاقية والعملية وهذا معناه أنه أصبح دين الآن ما يسميه راري نوع الدين البيانات أن البيانات أصبحت ديناً جديداً لها هذا كتابه الأخير الإنسان إله طريف جداً طبعاً ودخلنا هذه الآلهة يعني أصبح هو يعتبر يتعامل مع الإنسان الجديد بأنه إله هو تعرف فكرته الرئيسية أنه نحن نحن الإنسان العاقل انتهت مرحلة ونحن نعيش أيامنا الأخيرة وسوف ندخل مرحلة الإنسان الإله الذي هو الإنسان الذكي الذي يختلط فيه التقني بالبيلوجي نحن مطورون بيلوجياً ليس الريبوت نحن الكائنات الإنسانية هذا يسمى الإنسان الإله الذي هو الإنسان ما بعد الإنسان العاقل الذي نحن الذي هو نحن نحن يقول عشنا مائة ألف سنة قتلنا من قبلنا المستيز يعتبر أن نحن يعني بكلامه كنا شخص يعني طريف ومهارقط يعني مجنون يعني لديه أشياء يعني تضحك وممتع وطبعاً هو ملحد يعني يعني عنده مشاكل كثيرة ولكن من باب الإنصاف يعني فهو يقول نحن قتلنا الإنسان الذي قبله الإنسان النائي نذرتال نحن قتلنا فنحن يقول نحن أبناء القتلة نحن أحفاد القتلة ولكن انتهى وقتنا الوقت انتهى نحن في أيامنا الأخيرة وسيأتي هذا الإنسان الجديد الذي يسميه الإنسان الإله وهو الذي يتحدث عنه نيتشا بالإنسان السوبرمان نيتشا يذم الإنسان الغربي ويسميه الإنسان أخير لماذا يسميه الإنسان أخير يقول لي أنه تخلى عن المسيحية أصبح ملحداً لكن بقيت فيه القيم المسيحية يقول هذا الإنسان الضعيف الذي فيه القيم المسيحية والذي تخلى عن المسيحية وأصبح بقيت فيه وأننا بصدد الانتقال إلى إنسان موراء الخير والشر أو موراء الأخلاق الكتابة موراء الأخلاق يعني قصده الناص إلى مرحلة ما لا يفكر الإنسان فيه بقيمته الخير والشر يتخلى عنهما طبعاً هذا مستحيل لا يمكن يتخلى الإنسان عن هذه القيمته مهما زعام لكنه يقول أن الإنسان السوبرمان سينطلق من قيم قوة قيم اقتصادية أولي نقول قيم الحيوية قيم التدفق والتلذذ والانطلاق والتشبع هذه المعانية ويقدر عن قيم حيوانية واضح ليست مذمومة في ذاتها ولكن تعلوها قيم أهم منها توجهها المعنى الجديد يتحدث عن هراري نوح والآخرون أو ما يسمى بنادي الآلهة الجديدة هو لا يتحدث عن هذا الإنسان الذي فيه هذه القوة قبل قليل نحن تحدثنا عن فكرة فقدان التسمية وأن هذه أحد مظاهر هذا الحدث الجديد للإنسان الإله الذي يرى نفسه إلها من مظاهرها العجيبة طبعا وفهم الخير والشار كل هذه ملاحظة واضحة تقييمات المساعدة في العالم من تجلياتها العجيبة والصادمة هي إعادة النظر في الموت الفكرة أننا سنتحدى الموت البشر يوم من الأيام لم يتحدى والموت كان التحدي المشهور عند الموت عند القدمة هو ببناء ذكرى أن تكون بطل من البطل عند الوقت مثلاً فكرة البطولة وأن التاريخ يحفظ سردياتك وإذاك عنو بالتاريخ والقصة والسطورة وكان دائماً الذكر الحسن يعني هو الإنسان عمره ثاني كما يقول الشهر الجماعة الآن لا يعني ما أد هذا يكفي الحديث الآن على أنه ما هو الموت الموت هو موت الخلايا تمام سنطور هذه الخلايا سندخل تقنيات الجديدة تطورت الحديث ثم نتحدى ونجعل الخلايا تمتد نرفع مستوى العمر المتموسط عمر الإنسان شيئاً فشيئاً ونتطلع إلى أن نصل لمرحلة من المراحل لا يموت الإنسان يقتل نعم يقتل وممكن تأتي لشاب وتقتله لا نستطيع أن نوقفه لكن ما نتحدث عنه كما يقولون يعني أننا سنصل لمرحلة نؤخر موت الخلايا وبالتالي يموت الإنسان شفت كيف تطلع يعني وكأن الموت ليس يعني يقيناً لا شك فيه كما يقول الأول يعني تحقق قول الحسن البصري في مقولته العجيبة الخالدة يقول ما يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت يعني الإنسان القديمة يوقن يقين لا شك فيه يمكن يشك في وجه الإله لكن لا يشك بالموت يعني يقين اسمه اليقين يصير محتوم ويتعامل معه كأنه شك كانه غير موجود الآن لا الموضوع ما هو يعني تعامل الآن نتحدى حقيقي نحن سوف نتحدى هذا نتيجة لهذه الفكرة في حين لو أن الإنسان حافظ على رتبة قيمة التي توجهه نسميه نحن قبلة نحن نسميه قبلة يعني له قبلة مفهوم القبلة مفهوم في الفقه مفهوم مادة اتجاه له ولكن في المجال الأخلاقي والروحي نستمد من وأنه هذا مفهوم فطري في داخلنا نحن لدينا وجه والذي هو المعنى هذه المشكلة الكبيرة يتحدث أنه هي المعنى هي القبلة هي لدينا اتجاه والقبلة هي هذه المعاني التي راسخة ما من اتجاه إليها فالإنسان لديه ميزة أنه مدام داخل هذا الاتجاه نسميه الصراط الصراط المستقيم يقول بعض هذه اللغة الصراط يعني أنه يسرط يعني يأكلك يعني يتولى الطريق عنك هو أنت دخلت فيه خلاص يعني أنت بس شغل الإلكتروني ويذهب بك فيقول لكن هذا الاتجاه ميزته ميزة القبلة أنك قد تضعف تنحرف لكنك ترجع مهما ذهبت ترجع تنسى تظل مخارج خطأ لكنك ترجع فيه طريق واضح لوحات واضحة فطرية ثابتة لا تتغير تقول لك هذا هو الحق هذا هو الخير هذا هو الجمال وهذا هو الشر وهذا هو القبح هذا هو الباطل مهما حدث لا يمكن أي عملية أن تقوم بغسرها قد ينسى تصيب لهواء نعم ولكن في النهاية لما وإذلك يقول ابن تيمية كلمة جميلة يقول الإنسان ينسى ولكنه عند أدنى تذكر يتذكر مجرد تقول هذا الرجل الذي قلت قبل قرية أنه في ثقافة أخرى يدافع عن البخل ويسمي بخلا يسميه تدوير عندما يرى شخصا يعطي آخرين لو يرى إنسان يعطي حيوان يشعر بأن هذا شيء جميل تأفو إليه تتحرك عنده حاسة الشوق والسوق أنه يريد أن يفعل أن يفعل مثله فقيمة هذه المعاني أننا نرجع في الحين إذا فقد الإنسان هذا الاتجاه إذا أخذ المخرج لا ندري وين يروح كأنه شخص جديد في الرياضة أخذ مخرج وتورط فهذه فكرة القيم القيم معاني راسقة فينا وأنا أذكر أنني طلبت مثل عن منضوع القيمة وهو أننا هذه القيم ثابتة فينا ما الدليل؟ الدليل أنه هناك ما يسمى بمفهوم العوالم الممكنة يعني أنك تفترض عالما ممكنا هو ليس هو مفهوم منطقي ورياضي فتفترض أنك تعيش فيها لو أنك لو أنك عشت في عالم ممكن لا توجد في دائرة لا تستعد تخيلها لا يمكن خاصية الإبداع عندنا لا تنتجها لأن الإبداع يأخذ من المخيلة المخيلة تأخذ من الذاكرة الذاكرة تأخذ من الحس تأخذ من الحس الحس يحولها إلى ذاكرة والذاكرة تنقلها إلى المخيلة والمخيلة هي التي تعطي الإبداع ثم نحن لا نبدأ شيء من لا شيء حتى لو آتينا بمخلوقени نركبه من أشياء موجودة في عالمنا فذهبت إلى العالم ممكن ما في دائرة لا يمكن أن تخطل على الابان أو ما فيه مربع أو ما فيه أرقام لا يمكن تخطونا بها ولذلك مثلا من يعني كتقريب ولا ليس بعض المجتمعات المغلقة القبائل المغلقة التي لديها لغة ستجد أن لا تعرف بعض المفاهيم خارج اللغة فكرة العالم ممكن قريبة من هذا لكنك لو ذهبتها إلى العالم ممكن لا يوجد فيه رحمة أو محبة أو حرية ستظل متشوقا إليها حتى لو أن ترها بل نحيانا فيه بعض المجتمعات غير موجودة يعني بعض المجتمعات لا توجد مثلا بعض المجتمعات لا يوجد فيها الكرم كالتقليد عام أو لا يوجد فيها الرحمة أو الرافة أو المحبة خالصة لا توجدها ولكن الإنسان يتشوف ويتشوق ويسوق نفسه يعني هذا الشوق يسوقه هي حواس داخلنا حاسة سوق سوقنا سوقا إلى هذه المعاني الدليل أنها ليست من عالمنا لأن المعاني التي نأخذها من هذا العالم قابل للتغيير والتطوير والتوظيف وهي المعاني الرياضية هذه لذلك بعض العلم يقول أن الرياضيات ليست علما وإنما هي جهاز نظر جهاز بتكره الإنسان يقرأ من خلاله العالم يتخلى ربما عن الحروف التي فيها المعاني الحروف فيها معاني ليس كذلك كلمات فيها معاني فيتخلى عنها ويذهب إلى الرياضيات من حيث أنها ليس ليجد فيها معاني هي مجرد قوالب يضع فيها أشياء فيقرأ فيها العالم ليس فيها معاني في حين أن هذه المعاني لا يعني هذه المعاني هذه القيم هذه الفضائل مشبعة هي المعاني وليس مشبعة هي المعاني أساسا فنحن كائنات مشبعة بالمعنى وجاءت الأديان وزادتنا إشباعا وتذكيرا وعطتنا الوسائل التي من خلالها ننميها ونفعلها ونجعلها يعني يعني نبعدها عن الخمول وإنما نجعلها نشطة وتؤثر في حياتنا وتصبح هي الواجب الذي يؤثر على هذا الواقع فباختصار يعني القيم هي معاني فطرية القيم سوى سميتها قيمة أو سميتها أخلاقا أو سميتها فضيلة أو سميتها معاني هي معاني فطرية وفطرون عليها وليس تغريزية وإنما هي معاني فطرية طيب في نقطة ثانية كنت ذكرت أنت تراتيب أو تراتيب الأخلاق في أنه إنسان رجل أو فتولة مروعة فتوة فهل الإنسان هنا فقط الذكر؟ لا طبعا فإذا المرأة تصير رجل؟ لا الإنسان ليست ذكر الإنسان مفهوم مشترك يعني لو جيت للهيومن مفهوم الإنسانية هو يعتمد على كلمة ويمان أو على كلمة مان وحتى المان تعتمد على كلمة مان الويمان تعتمد على يعني الهيومن والمان أو الويمان تعتمد على المان وهذه يعني هذه سبيفاك كتبت مقالة أرسلها لأحد يعني مختص يعني تتحدث عن هذا كيف أنه اللغة قائمة على مركزية في حين أنه نحن لا الإنسان ليست منسوبة إلى القيمة القيمة قيمة الأنس قيمة الأنس قيمة الأنس قيمة مشتركة وهذا هو المعنى يعني هذا هو أصلا الفكرة الرئيسية أن أن مفهوم الآدمية ومفهوم البشرية ومفهوم الإنسانية هو مفهوم مشترك لهذا الكعن الذي مكون من ذكر وأنثى كلهم إنسان ولذلك مثلا حتى في الخطاب الشرعي مثلا أنه يخاطب الجميع لا يميز الخطاب الذي يوجه للجميع وحيانا يخص ويقول من ذكر أنه أنثى أنه خطاب مشترك لا فرق وهذه ميزة القيمة لحالة على فروق أو تمايزات مادية تفضي إلى عدم المساواة لا بد أن تفضي إلى عدم المساواة لأنها الواقع ليس متساويا ما الذي يدفع الواقع إلى التساوية هو القيم المتساوية أن من حق هذه القيمة تساون في حين الواقع نرى غير متساوية وهذه الحركة حركة الوقزم هذه التي تحاول أن تقول لا نعم متساوية ولكن الآخرون يقولون خصوصا علماء البيولوجي والعلماء الجيناء ترفضون لما ليست متساوية يرون أن هناك واقع ليس متساوية لا نستطيع أن نفرض فرق العلم هو السيد يقولون هكذا العلم هو السيد نحن نقول ليس العلم هو السيد لأن العلم هو ينتمي لعالم الذكاء وعالم العقلانية والعقل نحن نقول السيد هي القيم القيم التي تسود والتي يجب أن تحكم هي القيم التي فيها العدل والرحمة والمحبة والإحسان ولا أحد وهذا المشكلة ولا أحد نظريا يقول غير صحيح نعم نحتاج هذه المعاني عمليا لا يتجهون إليها لأن الإنسان لا يرغب بأن يساويه الآخر يريد أن يتمايز عنهم نعم تتمايز بقرارك بإرادتك وليس بشيء رغما عنك العناصر الحيوية ليست بيدك أليس كذلك العناصر البيروجية ليست بيدك ولكن المساواة التي تتفرع عن حريتك وإرادتك هو هذا هو القرارات التي تتخذها عنك في الجانب الأخلاقي بشكل أساسي وأيضا في جوانب أخرى مثل الجانب الإبداعية والجانب الإنتاجية والجانب وكلها ترجع إلى الجوانب النفعية والميزة للجوانب القيمية أن مقولتيها الخير والشر تشمل كل المجالات الأخرى يعني حتى إنتاج الإنسان في الجانب الإبداعي يشمله الخير والشر في الجانب الاقتصادي يشمله الخير والشر في الجانب السياسي في الجانب العلمي في الجانب الاجتماعي في كل الحقول في الجانب الأدبي كل الحقول الأخرى تخضع المقولتيها الخير والشر فكأن الإنسان ليس في لحظة من اللحظات ينفصل عن هذه المقولة الأخلاق ليست مفعال محدودة تأتيها وتتركها الأخلاق هي هذا المعنى الشامل الذي يحقق مقولة الخير للإنسان يحقق في مقولة الخير أو يبعده عن مقولة الشر فإذن مقولة الإنسان هي نعم مقولة مشتركة فإذن الرجل إذا اكتسب أخلاق معينة أصبح رجل إضافة إلى هذا المعنى إذا اكتسبت أخلاق معينة أصبحت رسلة أصبحت مرأة بس أنت حطيت أنه رجل والمعيان صحيح يعني لنقول لا ليس معيان هو رتبة أو رتبة رجل يعني لنقول نحن نتحدث الآن تمركز حول المفهوم من حيث هو اللغة دلالة اللغوية لكن لو عادنا تمحور حديثنا حول الدلالة اللغوية معنا الأصل نتحدث عن القيمة دلالة اللغوية يمكن تقول أن المرأة يعني إذا كانت معاني الذكورة فيها الصلابة والخشونة والمواجهة قد لا تحتاجها المرأة وبالتالي لا تحتاجها هذه الرتبة وتقفزها مباشرة أو أن كمالها أي يعني كما قلت لك يعني ليست مراحل أنا لن أصل إلى المرؤة من خلال المرور بالرجولة أنا ممكن الإنسان مباشرة يكون له لديه الفتوى ومباشرة يكون لديه المرؤة ويتقلب بينهما وكذلك المرأة لا تحتاج أن تكون فتصبح مرأة بالضبط يعني من ناحية اللغوية هي مرأة بغض نظر عن التزامها كما الرجل كثير من الناس يسمى رجولا ليس رجلا وكثير من نحن نطلق عن الشخص مرأة وليس مرآن لم يحقق المرؤة لكن نحن نتحدث أنا كما قلت لك في بداية نتحدث عن منظور أخلاقي تأويل أخلاقي لهذه الرتب لهذه الهوية البشرية فالرجل إذا صعد من مرحة الرجول أصبح مرأة؟ إذا أصبح مرأة مرأة تحاول أن تحفر لي فخان لأعرف ما هو الحاسة عندي تقول فيه مشكلة لا 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 الرجل الرجل إنسان رجل مرء فتاة المرأة إنسانة امرأة فتاة بس فيسقط عنها هذا الرأي ولا يسقط عنها يعني ليس بالضرورة هو ليس يعني لما قلت سلة أنا قلت فنطقيا لكن عمليا أنت يمكن أن تكون يعني وانت إن شاء الله أنك لديك مئة مرأة ما تجعلك أرفع من مرتبة وأحيانا مثلا تحتاج أنت فكرة مثلا الرجول في القتال وتقول هذا رجل ثابت في القتال وربما في ذلك المقام تحديدا تكون هذه القيمة أبرز قد تكون أبرز ولكنه في نفس الوقت لا تعني أنه يتخلى عن وذلك لاحظ قد يكون الرجل شيخ كبير وفتاة يعني نحن ابتعدنا عن المعنى البيلوجي الذي قلنا فيه أو الحيوي الذي قلنا فيه أن الفتى من بعد الطفولة إلى فتاة الكهولة فتاة الأربعين يعني يمكن الإنسان أن يظل محافظا على فتوته وهو بسن أعلى في معنى طريف يعني لا أسمع الإشارة إليه ليس رصيقه لكن الفتى هو هذا اللين إلا الفتى هو نحن الغض اللين الذي لم يخشوش بعد وبالتالي فالقيم نفس الشيء غضة دائما كما قلت لك قبل قليل غضة لا تنفصل لنا من عالم الروح يقولون أن المطر ميزته هكذا أنه يأتي غض يعني جديد فبالتالي فيه هذه البركة ويقولون الطفل سمي طفلا ليس كما يشاع أنه من أنه من الطفيل يعني وإنما من المطر المطر يسمى الطفل فكان الطفل هو مطر جديد يعني معنى جديد بل قرأت لبعض فقهاء معنى طريف في الصيام يقولون أنه يستحب أن تأكل رطبا وليس تأمر هذا الرطب يعني رطب جديد يعني فيقول لماذا قالوا لأنه جديد يعني كأنه ما زال يعني من عالم الروح يعني صحيح أن هذه معاني بعيد ولكن هناك شفافية معينة في الحق الأخلاقي إذا دخلته رأيت أشياء لا ترى فيها تبصر أشياء لا تبصرها في مكان آخر تنكشف لك عين القلب وليس عين الرأس تنكشف لك عين القلب وترى معاني يعني شفافة وعلى مستوى من الجماليات العليا يتحدثون عن هذه التمر بأنها جديدة يعني رطبة غضة من عالم الروح لم يخترقها الزمن ولم تخشوش ولم تشيخ وكذا وكذا فيمكن أن يقع على الفتى نفس هذا المعنى أن هذا الفتى الغض يتناسب مع هذه القيم الغضة خارج الزمن ولاحظ أن أورثت هذا الفتى استمرار فتوتي حتى لو أن الزمن أفضى به إلى الكهولة والشيخوقة مدى محافظا على هذه المعاني ظل فتى يعني لاحظت هذا المعاني الجمالي الرفيع ونحن نعرف أن أفق الأخلاقيات في نهاية المطاف يفضي على أفق أرفع منه ووفق الجماليات الجماليات بمعنىها القديم مع الجماليات العليا التي يعني تجعل إنسان كائنا جماليا من كل النواحي لاحظ أن فكرة التطهر التي أشرنا إليها سواء في التقديس في فكرة في مفهوم القداسة أو في مفهوم الطهارة أو النزاهة هو معنى حسي يدخل فيه المعنى الحسي والمعنى الباطن فالتطهر في الظاهر له أثر على الباطن وهذه الميزة في الجماليات في تراثنا أنها لا تنفصل أنا قلت لك هؤلاء الجماعة أظهروا مفهوم الاستطيقة بسبب هذا الانفصال بين البعد المعنوي الجمالي والجماليات الحسية في حين نحن متصل لنفصل بينهما بل لدينا مفهوما طريفا وهو أن الحس بالنسبة لنا ليس أسن ظاهرا فقط بل الحس ظاهر وباطن فهنا أعتبر الحس الباطن كالحس الظاهر فأن الإنسان يجد هذه المعاني في داخل يحس فيها يحس في إنكاره الكذب ومحبته بالصدق كما يحس بهذه الأشياء التي أمامه نفس الحس واحد هذا حس باطن وهذا حس فظاهر فقيمته واحدة حتى أنها بعض المعاصرين يجعله دليلا يعني بلنتينغا هذا إلى سوف الأديان استخدم هذا بدليل دليل في البحث الإلهي في حين نحن نستخدمه منذ مدة طويلة أنا أعتبر أن الحس مصدر ومصادر المعرفة الظاهر والباطن هناك معرفة باطنة من خلال هذا المصدر الحسي طب فأنت في تعريفك للرجل وضعتها درجة من درجات الإنسانية الهوية الإنسانية نعم الأصفهاني يقول أن الرجل مختص بالذكر من الناس ومثلا تلقى في الحديث لعنى الله المترجلات من النساء كيف نقدر نربط ما بين ثنتين لا ما يوجد يعني تعرف أنه في العربية السياقات يعني معنى أساسي يعني نحن نتحدث عن المعنى الذي يفيده السياق والمتحدث يعني هناك السياق اللغوي نفسه هناك السياق التداولي يعني الشخص نفسه مثلا السياق القرآني المتحدث والله سبحانه وتعالى نعرف حديثه دلالاته فلما يتحدث شخص مثلا شاعر جاهدي له سياق معين فالأصفهاني طبعا هم فلسفة الأخلاقيين يعني الذين لهم عناية كبيرة في الأخلاق الكتابة الذريعة في عموم كتبية وهو لما يتحدث عن الرجولة بهذا المعنى ربما نظر إلى المعنى اللغوي المستعمل يعني بأن يعني بالفعل نحن نقول أن المرأة لا توصف بهذا المعنى معنى الرجولي إلا في بعض اللغات بالذلك نقول لك أن المرأة الإسم الذي استقر لها على من هو المرأة نسبتها إلى تحدثنا عن الناحية الأخلاقية أنا أود أن نتذكر دائما أن نحن نتحدث ضمن منظور أخلاقي قد يستغرب أحيانا الشخص يقول يعني كيف نحن اتفقنا في البداية أن الإطار الذي ننظر فيه وتحدث ونحلل ونفلسف هذه المعاني هو المنظور الأداتة والعدة الأخلاقية أصبحت الأخلاق أدات تحليل بالنسبة لنا فنقول أن المرأة أنا أم لا تصف بأنها رجلة لأنها تتأخذ معاني ضد ما يميزها فمعاني الخشونة والقتل والبطش والقوة هذه معاني التوارثة البشرية وحتى بيلوجيا يدل عليها هذا الأمر لا مكامرة فيها ولا حاجة للمرأة بالأكس أن تتجه المرأة إلى هذا الأمر كأنها تشعر بنقص في حين هي في رتبة تحدثنا عن الدلات الخليقية رتبة أيضا رفيعة ليس فيها إذا أتيت كما قلت لك ذهبت إلى الموسوعات والكتب التي تعرف الأخلاق في التراث أو المعاصرة معاني هناك موسوعات عظيمة تدعى المعاصرون العرب في المعاني الخليق جمعوا فيها المقولات ستجد مقولات يعني كثيرة جدا لأدبة وشعارة وإخلاقي ومتصوف وفقها في تحليل هذه المعاني طب لما أخذ بعض الثنائيات مثل ذكر يقابل أنثى رجل امرأة نعم ذكور أنثى رجولة تجد ما لها مقابل بالضبط وهذا هو حديثنا أن يعني عمليا نحن هذا الذي استقر عندنا وربما هذا منزع بعض التعريفات عملية من ناحية العملية لدينا رجل ولدينا مرأة فكأننا وضعنا الحد الأدنى للرجل والحد الأدنى للمرأة لكن لاحظ أن الحد الأدنى للمرأة إذا نظرنا إليه من صلة الإسم بالرتب الأخليق ستكون أرفع فكأن الحد الأدنى للمرأة أعلى وليس أنها قفزت أو تحتاج هذا التنبيه الرئيسي ذكرته قبل قليل نحن لا نحتاج أن نتدرج يمكن الإنسان يتجه مباشرة إلى الرتب عليا الأكس ربما الأصل فيه أنه أعلى وينزل فلحنا نتحدث عن الرجل نتحدث عن هذا الكائن نعم تكر إنثار هذا تقسيم يعني حيوي مادي ما معترف به لا أحد ينكره ليس ما يتفرق واللغة مبنى على الاقتصاد يعني هي تفرق بين الفرق الحقيقي لا تطلق على متشابهين مصطلحين هذه فكرة رئيسية في اللغة الاقتصادية مجرد أن نجد اختلافا سنجد فرقا الاختلاف في اللفظ أو في المبنى يدل على اختلاف في المعنى أو في المضمون فإذن الذكر واضح دلالته وهذا الشخص الذي له سمات القوة وال والصمود والعنف وأقرب العنف أقرب الخشون أقرب وتستخدم في مواضيعها الصحيحة في حين المرأة أقرب للطف والحنان والليونة وأيضا لها وظيفتها في التربية الإنسان في البداية يعني أنها تنقل إليها هذه القيام لو أن طفلا منذ البداية يعني عاش في وسط شدة وحرب أضر به لكنه في البداية يحتاج أن يعمق هذه المعاني معاني اللطف والليونة فهذه معاني البشرية هذا فرانكل يعني هذا البشرية كانت تسلم بهذا وناجع ومفيد ونافع فجأة وعيد النظر فيه ولم لا يوجد مشكلة أن يعاد النظر يطرح بديل منافع ومفيد ولكنه الموجود ليس كذلك إلغاء هذه الفروق الحقيقية على المستوى البيولوجي لذلك تلاحظ أنا لا أريد أن أدخل في المسار ما يسمى بالهوية والجندرية والنقاشات هذه انفجار هذه الهوية بسبب أنها تدخل في منحة حقوقية ولكن تعرف المقول المشهورة عند بروفور لما قالت المرأة لا تولد مرأة وإنما تصبح اجتماعيا طب هذا يعني هذا إقرار بأن هذه التقاليد تحمل هذه المعاني التي تحقق عند الإنسان هذا المعنى ولو قالت أن المرأة لا تولد وإنثى لكن غير صحيح لكنها تقول تولد مرأة طب هذا جميل أنها تولد يعني لما نحن في لغتنا ربما هناك مشكلة لأن تنسب إلى الرجل لكن بالنسبة لي المرأة تولد مرأة هذا شيء جميل يعني لاحظا أن الترجمة لا تنقل المشكلة لما تقول أن المرأة تولد مرأة وتصبح مرأة لو تولد مرأة لما تصبح مرأة أنا لا أعرف فيما هذا مشكلة لأن لتصبح مرأة تكتسب هذه المعاني المعاني المروع ولكن بالنسبة لها بلغتها صحيح لأنها كانت تقول أنها تنسب إلى الرجل فلاحظ مشكة ترجمة ترجمة لم تنقل بل فتحت علي أشكلات ليست موجودة عندي أنا ما أشعر أنه اكتساب المرأة لأخلاق المرأة مشكلة ليس كذلك فلاكس هذه ميزة كما أن أخلاق الفتوة وأخلاق الرجل بسبب مشكة الترجمة وبسبب المنظور الأخلاقي أننا نتخلى في تحليلنا عن هذا المنظور لكن برضه في كتاب نظرة النهيم يقول لك هذه صفات أرباء الرجولة والفتوة والمروءة لشوف ما فيها أشكال والإنسانية يرجع اشتقاقها إلى جنس الذكور لا هو شوف هو بعض الذين كتبوا أنا قلتك ستجلس كثيرا الأصل هو المفهوم الأصل في التعريف هو المفهوم فتقول قيمة الفتوة مثلا تقول أن الفتاة مشتق من الفتوة وليس الأكس نحن نقول أن قيمة أن المرأة ليس أن المرأة مشتقة من المرأة ولكن سنقول ما هو المرأة لكن لأننا نعرف المرأة بهذه القيمة التي سبقت هذا المرأة المعين والمطلوب من هذا الإنسان أن يحقق هذه المعاني المعاني التي تسبقه ليس هو الذي يسبقها هذه المعاني سابقة له بالتالي إذا كان يحقق أكتسب هذه الصفة فكاننا نقول أن هذه الصفة ولذلك هذا السر البداية بمفهوم الهوية البشرية أنت حينما تحقق المعاني الصفات الإنسانية فأنت تكتسب تحقق فيك المعاني الإنساني أصبح حق وعندما تحقق المعاني الآدمية اللي هو الأدمى والولفة تصبح آدمية وعندما تحقق أن تكون حساسا تظهر فيك معاني البشر وكذا وكذا فأنت بشريا ونفس الشيء لما يحقق الرجل معاني الرجلية نقوله رجل نطلق أي رجل حتى لو نحققها هذا عرف يعني لاودة لاقاصة ولكن المعنى في الأساس ماذا نثور هذه المعاني ونثيرها لأنها تدلنا على هذا المنظور الأخلاقي الكامل وتحمينا من طرح أسئلة لم نطرحها نحن تفرض علينا فرضا هي من ضمن هذه الإشكالات التي فرضها الآخر علينا كما قلت لك لاحظ الفرق بينها ترجمة بينما قولت سيمون ديفوهار وكيف أنها لها وجه في لغتها بينما ليست لها وجه في لغتي المنظور أخلاقي عندي وليس أنا أتابع للرجل في مفهوم الألومي فهذه المفاهيم في الحقيقة أنت تحقق الوصف المر إذا حققت المرؤة وتحقق قصف الفتى إذا انتحققت فكذلك المرأة ربما بعض وليس كل ما قيل صحيح ربما يخطئون في إعادة وهذا كلام كنت أقوله قبل أيام مع بعض الأصدقاء أنني بعض من قال أن الأصل هو العكس أنه كان الحديث عن موضوع المرؤة أنه مفهوم المرؤة أخذ من المرء والمرأة ونقلت العكس أنه في الحقيقة منطقيا المعنى يسبق نحن نأخذ هذه الصفات لهذا الكائن من هذا المعنى نحن لدينا كائن حي نريد أن نسميه ماذا نسميه؟ هل نسميه من منطلق بيلوجي ونسميه من منطلق اقتصادي إنسان أم الكال هل هو كائن اقتصادي فنسميه رابح وخاسر ويعني تاجر وكذا 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 أو من منطلق جمالي أو من منطلق ما هو المنطلق السياسي مثلا في المنظور السياسي نسميه مواطن أو كذا في المنظور الأخلاقي عندنا هذه التسمية إنه مر نعم عندنا كريم ولطيف وكذا وكذا ولكن هذه مسمية جامعة لما نقول المرؤة هي كمال الرتبة التي تسبقها والفتوة كمال الرتبة التي تسبقها فكأننا هناك كمالات معينة نأخذ أقصاها أكماله هو الفتاة بحكم المعنى الذي ذكرته سوى مفهوم يعني عدم اختراق الزمن له وإن كان يشيخ لكنه هو فتاة بسبب أخذوه الحد الأقصى من المعاني الأخلاقية يعني هو لم يهتم بالمعنى الأقصى التمتعي ولا بالمعنى الأقصى العاطف ولا بالمعنى الأقصى كل معاني القصوى التي عادة يتطرف فيها الشاب بعدين يهدأ في المعاني الأخلاقي أخذ معاني الأقصى ولم يهدأ استمرت معه أصبح فتاة فنت ماذا أنا فهمك لأنني هنا بيجي عنديش كاته تساعدني على فهم نفسي الآن أنت تقول أن المرؤة من إمرأة يعني العكس أن المسميات أن الإمرأة من المرؤة أي أن المرأة والمر لو أريد أن أخصص أن المرأة والمرأة يستحق هذا المسمى يحقق هذا المسمى أنت ممكن تسمي نفسك كريم وتحقق هذا المسمى إذا أصبحت كريما واضح التحق مفهوم التحقيقي مفهوم الحق الحق يعني الثابت الراسخ فالحق أحيانا يكون له عدة معاني معاني قانوني والحق بمعنى غد الباطل يعني هناك المعنى الكياني أو الوجودي والانتولوجي كما يقول يعني أنت حق فالواقع حق أنت ما بحق الآن يعني لست خيالا ولست وما أقول باطل لا أنت حق بمعنى وجودك حق فأنت تحقق من معاني تحقق وصف الكرم إذا أصبحت كريما وتحقق وصف الشجاعة إذا أصبحت شجاعة والبطولة وتحقق وصف المرء إذا أصبحت صاحب صاحب ذو مروع هديك مروع المرء والمرأة يحققون هذا المعنى لكن قد لا يحققونه لأنه يقول لك إن الإنسان يتقلب ووو يتقلب وسيظل اسمه مرأة وسيظل اسمه مرأة وسيظل اسمه فتاة وفتاة وغالبا سيطلقه الناس بسبب الفتاة الفتاة على الشباب ولكن بسبب طبعا يعني الناس ربما يتناولون مفهوم المرء بقلة أغلب أغلب الاستعمال هو المرأة والرجل وعلى فكرة يعني لاحظ الاستعمال الساعد يعني لصالح أنه هذه رتبة أعلى لكن لو أن هذه الثقافة التحليلية لو أن الأخلاق ظلت حاضرة كعدات من دورة التحليل استخدمها دائما في تحليلاتنا لاحظ كيف نحن نحلل دائما الاقتصاد والمشاريع والبرامج والشركات والأوضاع نحلل وغير ويعني نادرج مننا من يستخدم التحليل الأخلاق وحتى من يستخدمه لا يستخدمه بشكل يعني يعني مرتب ومنظم ومنتج ومقوم وإنما أحيانا ربما يستخدمه من أجل يعني تعيب الآخرين أو التقريب إن شاءهم أو كذا ولكن لما نستخدم لما يشيع بيننا نستخدام البعد الأخلاقي ونعود إلى هويتنا حقيقية ونتحفظ على الأدوات المنقولة في التحليل الأشياء ستجد أننا تخدم في الأشياء نحن الآن نستخدم أدوات مفروضة هنا فرضا ما الذي يجعلك تستجيب إلى هذه الأدوات الأدوات التي لها سياقها الخاص أنا لا تحدث الآن عن كون خطأ أو صواف في سياقها لا سياقها الخاص حال أقل سياقها الخاص يفسر ظهورها بغض النظر يفسر ظهورها لكن بالنسبة لي لا يفسر وجودها ولا تنفعني ولا تنتج لديها شيئا لديها معايير تجيب عن هذه الأسئلة وأنا ما عندي مشكلة أن هذه المعايير المنقولة أستفيد منها شريطة أن أستخدم تجاهها معاييري الخاصة التي هي معاييري الأخلاقية مدام من هوية الوجودية التي هي هوية الإنسانية نقول أن الإنسان في الأساس الهوية هي وجوده وماهيته هي صفاته فهويته الصفاتية هذه هي التي يجب عليه أن يحمي بها وجوده فيجعلها معايير مصدة أدوات فرز يختبر فيها الأشياء التي يقبلها والتي يرفضها أليس لديك جهاز صحي يجعلك تقبل أشياء التي تنفعك وترفض الأشياء تضرك من أجل وجودك البلوجي تماما وتعمل به والعاقل من يحافظ عليه وكذلك معاييرك الاقتصادية في الرمح والغسارة كذلك هناك معاييرك الخاصة في وجودك الإنسان في هويتك الإنسانية لديك معاييرك التي تحمي لديك هذا الوجود وتنمي وتعره يزدهر ويتفتح وينمو وينتج أو أن لديك يعني تتجاهل هذا المهيار تماما وتفتح لمعايير أخرى تفضي بك إلى تغيير هويتك هويتك الإنسانية وما يتفرى عنها مكتفين مكتفين والله إذا تسفح لي بدأت أنشفنت يعني تركتني أندفع حتى أنا شفت ثم بدأت الجولتك الخاصة طيب الحل ما تقول خلك رجال أو كن رجلا أنا طول حاضر في ذهني صفات كثيرة لعلها أغلبها صفات ذكرية القوة الشجاعة الإقدام المغامرة ليش صفات ذكرية؟ ولكن اللي نقول أنها الصفات الأخلاقية التي تناسب الذكر هي ليس صفات ذكرية هي هناك فصل الذكورة هو وصف حيوي يعني بيلوجي ولكن هذه أخلاقيات مثلا مثلا قتال النجدة الفزعاد المعاني بالسياقات الاجتماعية العلقى نتحدث بالسياقات الاجتماعية القديمة كان الذي يظهر في المجال العام هو الرجل الذي مهيأ لأن يقوم بهذا هو الرجل ولا تعاب المرأة يعني لا تعاب المرأة لأنها تقوم بهذا لأنه ليس مجالها ليست حاضرة لها سياق خاص وكذا أنا لا أعرف في مستقبل أن يتغير السياقات الاجتماعية كيف تكون الوضع كان المعاني العام يدور أن يدور هذا المسل الذي يظهر بهذا الكائن الذي يظهر بالمجال العام هو الأقرب الذي يحقق � لكن في مجالات أخرى المرأة تحققها في مجالها التي مستفاع المرء المعاني الأخلاقية الأخرى كلها متاح لها تحققها بس لكن مثلا لما تروح للمرأة يعني لو أقول هده كوني امرأة ما يعني ماهو حاضر إذا ناخدها بشكل تداولي فما هو بحاضر أنه تكوني كريمة يعني هذه الصفات الخلقية ما يجي وتقدر تأخذ إذا أنت تبغى صفات اللي ترتبط بالأنثى فتقول خليك أنثوية ممتاز فتشوف أنه ننزع منه فهل الأنثى ما عندها صفات أخلاقية عالية نقدر يعني لنقول أن مثلا معاني معاني الحنان معاني اللطف ومعاني العناية وسمى بأخلاق الأمومة الرعاية تعرف هذا فرع أخلاقي الآن تعرف أنه بعض الفلاسفة أخلاق الأمومة رجال يعني لأنهم يرون أنه هذه المعاني الأخلاقية الجديدة التي يطرحونها أخلاق العناية والرعاية والأمومة وكذا أنها البشرية بحاجة إليها بسبب اندفاع البشرية باتجاه بعيد عن باتجاه العلمي يعني تجاه قاسي بل إن مثلا هناك مثلا هناك اتجاه في الأخلاق أيضا مبحث جديد هو ليس خلق جديد لكن قصدي كبحث فلسفي نظري جديد هو أخلاق الثقة فهذه الفيلسوفة نيوزلندية التي بحثت مفهوم أخلاق الثقة تقول أنها اجترحت هذا المفهوم هي تدعي أنها هي التي اجترحت هذا المفهوم الجديد وتحاول أن تقول لماذا هذا المبحث جديد يعني أين فلسفة الأخلاقية السابقة لاحظ هذه الأسفري تقولها طريفة جدا طبعا هي نسوية هذا المرأة هذا هنا سورة فتقول أن الفلاسفة القدمة تجنبوا مفهوم الثقة وركزوا على مفهوم العقل كأنها تجعل هناك تقابل بينهما لماذا وضعت هذا التقابل هي تقول أن مفهوم الثقة أقرب للإيمان حينا العقل أقرب للتسليم المادي يعني التبرير المادي المشاهد كعادة الفلاسفة يفصلون بينهما أو يقابلهم بدرجات متفاوتة فتقول أن هؤلاء الفلاسفة في مثل الصفات أو آسف أن تقول أن هناك ثلاث أسباب جعلت هؤلاء الفلاسفة يتجاهلون مفهوم الثقة ولا يبحثون أقلاقيا أولا أنهم تقول هم مجموعة من الذكور تقول أنهم ذكوريين وتقول بهذا الشكل وطبعا تطلق ألفاظ أخرى يعني لا يليق أن تقال بأنهم ذكوريين وكذا وكذا يعني وتستثني طبعا تستثني واحدة واثنين ولكن قصته تجاه العام عندهم بأنهم ذكوريين وهذا الذي جعلهم يبتعدون المفهوم الثقة طبعا إذا انطبق هذا على الفلاسفة العربية لا ينطبق على المسلمين مفهوم الثقة مركز جدا من منظور الأخلاقي عندنا وهذا موضوع آخر نتحدث عنها في سياقها والسابة الثانية تقول أن مفهوم المفهوم الثقة مفهوم يعني هو يقع في منطقة بين الإيمان والعقل وفق التحليلها يقع بين الإيمان والعقل فبالتالي هو أكمل لأنه في عناصر يعني تبريرية عقلانية وفي عناصر يعني الثقة غالبا مبررة وفي عناصر تسليمية تقوم على الثقة فتقول بينما هؤلاء الفلاسفة يمركزون العقل لا يبتعدون عنه السابة الثالث طريف جدا فتقول أنه هم يعني إذا كان ما سبق عنوعي فتقول هذا السابة الثالث ليس عنوعي السابة الثالث أن الثقة لصيقة فينا جدا 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 لدرجة أنها مختفية أنها لا ترى أنها لا ترى وهذا حق يعني صفة الثقة من الصفات التي يسكت الناس عنها لأنها لأنها مسلمة قصوى ولذلك لو طرحت سؤال عن الناس هل أصل في علاقتك بالآخرين الثقة والشك يعني يختلفون ستجي ناس يقول الثقة وناس يقولون الشك وكثير من الناس يقول الشك وخصوصا في بعض المجتمعات وسيبرر ويأتي بقول الشعر فلان وعلان وأن الناس سيثق فيهم والذئبخو والإنسان ذئبخوه الإنسان كلمة هوبز وهكذا يعني وأن العقد الاجتماعي سابه عدم التواثق وكان البشر في حالة حالة ما قبل يعني حالة طبيعية وانتقلوا العقد الاجتماعي كلام لا ينتهي يفترض مني أنهم ليسوا ثقة عمليا نحن لا نستطيع أن نعيش لحظة بدون الثقة هذا نجتمع في مكان واحد نثق بعضنا في محاول لا نخاف أن هناك مؤامرة ونشرب الماء لا نشعر أن هناك مشكلة والشاي ربما فقط مشكلة في الطعام أو في الجودة لكن لا توجد أي مشاكل في الثقة تدخل في المطاعم نعم ناشك في الجودة تدخل في المطاعم وتأكل مسلما مطاعم بعيدة في أقصى الدنيا في أقصى الدنيا ما ماكن وتأتي في بلد بعيد تقف عند الإشارة تأسأل شخص عم مكان يخبرك وتذهب لا تناقشه نعم قد تأتي وهذا يدلك شوف على مركزية أن الإنسان كائن أخلاقي يعني يدل على هذا الشيء عميق في درجة لا نبصره لا نبصره تخرج من بيتك وانت واثق والأمور تماما عندك عاملة تثق فيها ساعق تثق فيه أبنائك تنام مع شخص في البق يعني أشياء حيارة في عوامل أكيد تحتاج إلى حذر وحزم في وقتها الأصل هو هذا فهي تتحدث عن هذا المعنى عن معنى يعني موضوع الثقة فالناس أحيانا تتجاهل بعض المفاهيم شوف كيف لما يحللون موضوع علاقة مع بعضين سوى موضوع الثقة ولكن لو أثير هذا الموضوع وتحول إلى أداة تحليل حاضرة في المجال التقافي لشابة ينسوا تذكروه ولا يحتاجون إلى جهود كبيرة لأنه موجود فيهم وانا هذا الموضوع كلما طرحته في مكان في البدايات يكون فيه نقاش يعني في الجلسات الآدية يعني مع الأصدقاء بعدين الكل يسلم فيه لأنه كل بالفعل ينتبه يحدث نوع من اليغضة أنه فعلا هذا منضوع ونفس الشيء لما تناقش كثير مفاهيم الأخلاقية في بداية ينزعك الإنسان لا موضوع الكرام يعني كيف نحن يحتاج أن نقوم مجرد نقاش بسيط يرجع مباشرة وانت لاحظت كيف النقاش مباشرة يتراجع الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينكر هويته هذه هويتنا علينا أن نرفعها بصوت رفيع هويتنا الإنسانية هوية أخلاقية يجب لا نستسلم لأي أدوات تحليلية أخرى تحاول أن تهمش لأن العواقب كارثية عواقب تهميش المنظور الأخلاقي في تقويمنا لأنفسنا كارثية ولو نحن نرى هذا أمر مش عهد فوجود يعني فتور أو ضعف في التناول هذا سواء في عاداتنا القديمة يعني مثلا أنت أوردت أكثر منها لماذا الناس يقولون كذا ويصفوا المرأة بالأنوث هذه ربما هناك يعني تراكم يعني يحتاج إلى تحليل آخر مثلا يحتاج إلى نأخذه شيئا في شيئا تحليل خاص لكن أنا تحدثت هذا الواقع لنتذكره الواقع أنا تحدثت من منظور الواجب من الواجب الذي إذا كان الواقع فيه قصور يجب أن ينشد إليه يجب أن نعيد تقويمه لهذا نرفع يعني يرفع الناس صواتهم المنظور الأخلاقي من أجل أن يشيع أن يعدل أن يقوم هذا الموضوع كثير من الآراء المنحرفة تسجد في العالم ليست عبثة جاءت وتحاولت معالجة شكلات في الواقع لكن الأداة خطأ إذا كان الباعث صحيح أو الدور صحيح خصوصا فيما بعد لما يذهب المؤسسون وتأتي اتجاهات أخرى وتأخذ الموضوع كأديولوجيا وتحاول شيئا ويبتعدان أصلي وينسى المشكلة الأساسية في حين نحن لما نرتبط بالهوية ويتنا نحن ما زلنا مرتبطين بالمعنى الأول الذي يعيد فتوتنا يعني يعيدنا يعيدها بالنسبة غضة ضرية مرة أخرى نمدي أسألك كم سؤال زيادة بس يعني أخاف أنك تعرف نكتب على القدر يعني شكرا جزيلا الله شكرا لك شكرا لكم وشكرا لوهاب موسى في التصوير وتركي القحطاني في إعداد الحلقة ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية وعبد المجيد العطاس في التلوين ومحمد نور شمت في التحرير ونورة السباعي في دارة محتوى تواصل الاجتماعي ومنتج فنجان أيمن الحمادي مدير التحرير أسيل باع عبد الله هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم أنت قلت في دات الحلقة أو في واحدة من الأجزاء أن اليوم صارت حضور الهوية أكثر فردانية أين بينهم اليوم برضو الشائع وهذا مجرد ملاحظة اللي تلقى أن فيه الهويات أنها بدت حتى الجامعة فتلقى الأفريقيين الأفارقة في أمريكا أفريكا صارت هويتهم الهويات الفرعية الهامشية فالهويات الهامشية صارت حاضرة بقوة وعادت ويبدو أنها اختفت بالضبط فتلقى معادها فردانية بالأكثر دعاة الجماعات هذه أحد النقاشات التي توجه للإدعاة الفردانية أنه الدعاة الفردانية ليسوا أفرادا لأن الإنسان أساسا يعني مثلا اتجاه الليبراري ما عاده فرد ولكن في الحقيقة يعني هذا لا يجب أن يعمينه يعني هذه الصفة العامة لا تعمينه على أن هناك مكونات مركزية رئيسية داخل هذا الاتجاه الجمعي هي فردانية يعني المعاني التي يتجمع هؤلاء عليها هي معاني فردانية فكأنك تقول يعني ما الفرق بين الجماعة ومجتمع تأتشار تقول ما في شيء مجتمع في أفراد وهي كلام صحيح لأنها لا تنظر إلى هذا الكل المجموع ليست وحدة مجموعية الفرق بين المجتمع و الجماعة أن الجماعة بالفعل تحقق معنى مشترك في حين أن المجتمع هو مجتمع أفراد يعني الفرد مركز فيه صحيح أنه أفراد لكن الفرد مركز فيه فكأن العلاقة التي تحكم هذا المجتمع هي علاقة الفرد تسفق الجماعة نعم نحن جماعة ولكن يجب وإلا أصلا أصلا لو كان الإنسان الفرداني ليس في جماعة ما أهتم بفكرة الفردانية ومشكلته مع الفردانية أنه وصلت جماعة فيقول يا جماعة أنا فرد أنا فرد يجب أن تعاملوا معيني فرد في حين أن رجعنا نصور في حين أن في حين أن الجماعة تنطلق من لأولية الجماعة أنه نعم أنت جزء مننا ولكن أنا وأنت كونا يعني أنا وأنت لسنا اثنين ثلاثة الحقيقة يعني هذا الفرق فهذا هو معنى أن الفردانية يعني حاضرة بشكل رئيسي حتى لو قيل أن التجاهات التي تنادي بها مجموعية وحتى مروءة نسبية وتختلف من وقت وقت تتوقع من خار ومروءة نكتاكر قدام أحد أو شيء زمان لا لا لسنا في مجال بناكل مع بعض لازم يعني في حد أدنى بيلوجي لازم نحافظ عليه وله ما عاد يكون لأخلاق في واحد اسم استينغر أنا فلسوف حي موجود رجل طعن في السن توقع عمره 82 هذا الرجل الأخلاقي وأصلا تخص أخلاق هو في لسوف أخلاق تخصص في الأخلاق العملية والبيئية ومشهور بينه في لسوف الحيوان ودافع عن الحيوانات يعني جيد ولكنه يرفع شوف الموضوع لوكزم هو ليس النسوي ولكنه يرفع يساوي الإنسان بالحيوان لدرجة مثلا أنه يقدم مثلا بعض الحيوانات مثلا على الرجل المريض العجوز يقول هذا ما عد له كفاءة نفعية أنه يدخله المعايير النفعية فخلاص يجوز قتله أو التخلص منه ويقدم عليه مثلا الحيوان المفيد مثلا هو يرى قتل الطفل الذي يولد مريضا يعني يعني يصل والغريب أن هذا على مكانته الكبرى وفيلسوف فيلسوف حقيقة يحقق وصف الفيلسوف التقني يتعامل معه والأساتذة والطلاة في الجامعات عنه شرير شرير تخيل وظل فترة طويل لا يستقبل الجامعات وما تعين في جامعة بيركلي إلا مؤخرا قبل عشر سنوات يعني بعد السبعين طول الأمر يرفض يذهب لفرنسا وتخيل البريطانيا يجد اللافتات أمامه ويرمى بالبيض ولا يستقبل وتحتج للطلب على الجامعات ما يوظفونها بسبب مقولات البشعة مرة في مؤتمر قالت له قال له شخص يناقشوه مسكين يعني صار عنده عار قلوا لا طاقن صدر ما عليهم لحد فيناقشونه فيها فقرت له وحده بس أنت بهذا المعنى فأنت يعني أنت تجيز تزاوج الحيوان بالإنسان فدام أنه من رتبة واحدة وما أنكرها وصحين ما كتبها بس ما أنكرها لأنه بالفعل لا يوجد حد فكرة التقدم وأنه يعني هذا حلاق مرة قال لأنه أضخم فكرة الآن مسيطرة بالعاقل الغربي في التقدم والذي قرأه قال له مبالغة ليست مبالغة لا توجد قيمة ثابتة إلا التقدم معناها أصنع كل شيء وأنت لما تقول أنه التقدم هو تيار يدخل فيه أشياء كثيرة من كل الأطراف سياسية اجتماعية أخلاقية كل شيء كل شيء ولكن الموجه الرئيسي فيه يجب أن نتجاوز طيب يجب أن نتجاوز يكون في تقدم نحن كنا نقول يجب أن نتمسك بالأخلاق ولا تقدم أي ولاحظ النتيجة الخطيرة كيف فتتنا قبل شوي هذا اللي إذا تنقشت مع شخص ذكرت الرقب بعدين يعني شوف هذه الفكرة أنه التقدم الأخلاقي اللي يدل على أنه سيفضي إلى شر أنه انفلت عن الأخلاق لأنه ما عاد يعاير ولذلك تشوف مثلا الأسلحة وكذا واترك ما عاد الحين الأسلحة الآن في الذكاء الصناعي لماذا؟ لأن التقدم إذا انفلت من الأخلاق سيكون شر فالتقدم قوة والشرير الأقوى أشد من الشرير الضعيف ليس كذلك صحيح سيكون الشر مضاعف وقوي ونافذ وعميق وراسخ وله السلطة العليا في حين لو أن هذا التقدم تقدم كامع وتقدم روحاني وأخلاقي لأصبحت البشرية فيه أمان بالعكس هذا المطلوب مطلوب أن نزيد لدرجة بعض العلماء ولا أدري هي شطحة أو لا يقول أصلا نماذج الأنبياء في الطب ومثلا سليمان الرجل الذي طوى شهرين الذي أتى قال هالي نماذج وضعها القرآن لكي نسعي تحقيقها أنه يلا هالي نماذج يلا شدوا حيالكم ولكن شدوا حيالكم وأنتم تعبدون الله وأنتم متمسكون بهذه التوجيهات فإذن بالعكس إذا صحت كلامه هذا كلام بن عربي بن عربي المتصوصوفي في الفتحات المكية يقول إذا صحت كلامه هذا معنى أنه نحن نتطلل الاعتقنية لا بعد ما وصلنا إليه لسه قدامنا الطريق وشرع أن نحن نتطلل عليه النبوات جاءت تعطيه نماذج بنعلك كلامه ينفترض كلاما صحيح لكن يجب أن يكون هذا مشدودا بالعكس كأن النموذج النبوي في هذه كأنه يقول لا يلزم أن تصل إلى تلك المراحل أن تنقل الأشياء بلحظة يعني مثل ما حصل لسليمان أو مثلا يقف الماء كما حدث لموسى أو تعرف أن الأشاعر يجعلون هذه المعاني قابلة التحقق ومذهبهم إلى حد كبير صحيح في السببية إلى حد كبير صحيح الآن العلم الحديث لا يقوم على السببية بالمعنى القديم يقوم على القانون العلم الحديث فإذا كان للبشر أن يحققوا هذه المعاني وبالفعل استطعوا أن يصوم إليها كما يحثهم عليها القرآن بطريقة غير مباشرة فالقرآن يقول نعم تصلوا أن تصلوا إليها بدون أن تتخلوا عن أخلاقياتكم وإنسانيتكم هذه معاني تقول أن الأخلاق ثقافة معناها أن الأخلاق لم تعود في واقعك وليست في دينك قطعة علاقتك بالدين وليست في الواقع لأن الواقع قائمة للسياسة أو السلطة الواقع وليست فطرين ليس هكي فطرة كائنات فإذن ما أصبح للأخلاق قيمة إلا وين الثقافة الثقافة كنا ما في مشكلة أعلى الثقافة موجودة في تاريخ الكون كلها موجودة في فرنسا وبريطانيا وامريكا وألمانيا كتب لا تعد ولا تعصى مجلات ليس لها بيميل بس أي شيء يهمك أو حتى يعني مفترض عادي نقبل بالتقدم بأقصى سرعة وما هي مشكلة إذا كان الأصل في الفترة زي ما أنت تقول أن الأخلاق فكذا كذا راجعين أو كذا كذا لا ليس كذلك هو الأخلاق ميزاتها أنها حرة هي فترة صحيح ولكن فترة كما الدخام أنت تشوف مثلا موضوع الكرم الإنسان الإنسان من كمالها أن يعطي إذا أبقى منطقها منطقيا سأكون بهذا الشكل أنت ناقص فإذا اكتملت بدأت تتعدى يعني أنا قاصر على ذاتي شيد إذا بدأت بدأت أفيض بدأت تتعدى ذاتي التعدية الغير النفعي تعدى نفعي الغير أصبحت كامل فأنا أعطي غيره حتى أن لا أكون كامل ليس كذلك وهذه صحيح أنه بالنسبة محمد البشر ليس بالضرورة ممكن أن أعطي غيري ولا ناقص ولكن دلالة على الكمال لماذا؟ لأن الأكمل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي غيره فالعطاء الإله يدي على كمال كمال إله فنحن نفس الشيء كرمنا وعطاؤنا سعينا في أن نكتمل لكن لا نفعل هذا لا نفعل هذا نترك رومنا نعرف أن هذا كمال وأنت لما ترى إنسان يعطي حيوان تراه كمالا وإذا يعطي فقيرا تراه كمالا وتشوف وهذا استينجر بالمناسبة من الأشياء العظيمة اللي حببتني فيه هو هذه فكرة العطاء تخيل يقول أنك أنت مثال عجيب يقول أنه سوى حسبه لما تشرب ماء صحة في بيتك كل يوم ولما تشرب هذا الماء كاس وصل الفرق بالتكلفة بعد مدل كذا أنك أنت حرمت فقراء كانوا يمكن أن يحتاجوني لهذا الماء ولتكلفته عددهم كذا وكذا ومات عددهم كذا وفعال كذا كان الطلاب ينصدمون يدخل على الأساتذة على الطلاب الجامعة ويقول لهم هذي المقدم ويصطدمون منه تائج فضيئة أنك أنك تشرب بالذنب وأنك تأكل تشرب ماء صحة لماذا كنت يتحدث عن هذه القيمة يعني شوف أنه ممكن إنسان يتفكك ويتي في تعامل أخلاقي تشاهد أنك أنك أنت أخلاقيا أنت حر ممكن ما تستمر وهذا هو الذي يحدث المشكلة أن الريبوت لا توجد فيه فطرة إذا صدق هذا الشيطان في كلامه وأنا ما أدري يصدق وما يصدق ونجح البشر في الفصل بين الذكاء والوعي والله أكلنا أكلنا هو أكلنا هو لأن هذا الكائن الذكي ما في شيء فطرة ولا غريزة ولا يحزنون ولا ثاني بضمير ولا ضمير وإذا شافك تعطي ما بيفهم أنه كمان لا خطأ ليش تعطيه يعني عنده حسبة بين هذه فؤينة ومدخلة بالفعل لا بسبق الذكاء هذا بيفهم من البيانات ما ندري والله إن الذكاء إن الكرم في ما الله أعلم ما ندري شوف تدري وين يعني النقطة الحين ما نستوعبها الحين في ناس يصرون على شيئين إنه ما في وعي عند الذكاء وإنه لا إنسان يبرمجه هاتاني ما عاد كذلك إذا صح الفصل هذه كارثة الثاني خطأ ليش يعني مثلا خوارزميات كوغل ضخمة جدا ما يسيطر عليها شخص يوجد أشرات الأشخاص كل فريق منهم يسيطر عليها نقطة لكن كل المجموع ما في حد يسيطر عليها أضخم أصلا ما إيش فكرة الذكاء بالضبط أنت أصلا لا تدرك ما الذي يمكن يفعله هذا الرجل لا يوجد شخص واحد ولا مجموعة أشخاص يمكن أن يستوعبوا هذا الكل هذا أصلا أضخم منك ما تدري شيء يسوي الشيء الثاني قديما كان الإنسان يمر تجيه بيانات يعني معلومات يحولها إلى علم أول شيء معلومات متفككة يحولها إلى علم معلومات يحولها إلى علم ثم يحولها إلى معرفة المعرفة مفهوم أعلى مترابط ثم يحولها إلى حكمة حكمة عملية يعني ينبني عليها خير وشر واخلاق وكلما بنى الإنسان معرفته وعمله على الحكمة يعني كلما كان أكمل هذا كل حال هذه النتيجة النهائية الآن الذكاء الصناعي وين يشتغل لن يصل أربعة ولا ثلاثة ولا ثنين سيظل في واحد في البيانات حتى موضوع العلم ما يصل إليه وهو أريدك أن يسميه يا جماعة لازم تشوفون هذا الفصل الأخير اللي اسم الدين البيانات الهرائي الحقي إنه يتحدى كتاب الإنسان إله ليس الإنسان حاق إنسان إله يظهر بعده هذا الكتاب هومو ديس هومو ديس وشيء من الأخلاقيين مهم جدا جدا صحيح إن فيه شيء من الخيار قد يتحقق وكذا من مشكلة بالأكس يوسخ خيارك ويظل ما أحد يعرف وإحنا رايحين يمكن يكون أبعد من مقال يمكن يكون أفضل الله أعلم تجربت تجربت جربت العربي جربت أذهلك ولا ولا لا يعني هو مذهل حقيقة مذهل ولكن ليس بالشيء الذي يظهر يبدو عند اللغات الأخرى أي لا يختلف وأعتقد أنه هناك نماذج تطورت جدا جدا لا لا طيب في صديق طلب منه يسوي عقد أي سهل بعد أن قال له لا أبي أفضل راح طل على هفضل يا لابي أفضل ما عاد أحتاج محامين أعطي كل واحد منهم 20-30 ألف أمان والله صحيح بس فيها لا هند أنت قلت أن فيها كتب تنصح بها في الأخلاق الأخلاق فلو بس سرمان ترسل اسمائها نحطها بس في للناس عشان يستجنتون في موسوعة الناس لا يعرفونها اللي بنت مباك أخيلت هذا الدكتور ما اسمه؟ مرزوق مرزوق بنت مباك موسوعة ضخمة ممتازة ممتازة مثلا كتيب بالرجولة كتيب بالمروة كتيب بالكرم كتيب بالعاقل كتيب حسن يا سلام تقريبا 45 مجلد صغيرة جدا فيها كل يعني الشعر والكلمات والتحليل اللغوي ممتازة جدا ممتازة حقيقة وفي مدرة النعيم حق الصالح بن حميد ممتازة ولكن هذه اللي انت حلت عليها ولكن في نظري أنها يعني ما فيها أصالة يعني فيها جمع حقيقة اللي عنده تكفية ولكن هذه أفضل منها فيها أصالة وفيها لمسات خاصة فيهم وفي عاد يعني أشياء أخرى يعني تحتاجي مثلا كتاب الذريعة مثلا مدرج السالكين مدرج السالكين ينسوا مدرج خصص المروءة والفتوة بدأ بالفتوة قبل المروءة المفروض العكس ولكن نظرا لأنه وضع الأعلى واجعلهم تقاربتان يعني اجعل الفتوة أعلى فنكتفي بهذا القدر